أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر نتمنى تكون حلقة ممتعة كالعادة أهلا بك يا وسامي أهلا بك يا فارس وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ويتجدد اللقاء ليلة السبت مع الأهلي خط أحمر عندنا في الحلقة أمور كتير جدا محتاجين نتكلم فيها ولكن كالعادة الأهلي خط أحمر أول شيء دايما بنتكلم فيه هو ما يخص النادي الأهلي النادي الأهلي كان خسر بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة ربما ألقت البعض على النادي الأهلي ولكن هنا في النادي الأهلي خط أحمر ودينا الخسارة حقها وأهميتها وقلنا ما ينفعش نتعامل معها أن هي حدث عادي ولكن في نفس الوقت وفي نفس المكان قلنا لكم أن النادي الأهلي بقيمته باللاعبين الموجودين فيه بمستر مارسي الكولر وهو مدرب اختبرنا قدرته على تجاوز الأزمات بدعم الجمهور وإدارة النادي الأهلي أكيد اللي هي بتتمنى أن النادي الأهلي حقق موسم على مستوى الموسم الماضي قلنا أن النادي الأهلي قادر يرجع وأنا مع الفريق ده شفت قدرة النادي الأهلي على العودة فيما بعد الخسارة من سندونز بخماسية الوضع كان صعب البعض أعتقد أن النادي الأهلي حيسلم ويرمي الفوطة ولكن بعد ما نال النادي الأهلي وقتها ربما يعني الصدمة الكهربائية أو فكرة الدوش أو فكرة يعني أن أنت تفوق رجع النادي الأهلي وفاء النادي الأهلي وأنهى النادي الأهلي البطولة بطلا لأفريقيا هكذا بعد مباراة السوبر كان لدي قناعة تمة أن النادي الأهلي قادر على تدارك الأمور وأن النادي الأهلي لديه فريق قوي ومميز ومش حيفرط في حاجة ربما كان لسان مستر مارس الكولر أن على أحدهم أن يدفع ضريبة الخسارة أمام التحاد العاصمة وعلى أحدهم أنه هو يعني ينال رد فعل النادي الأهلي شفنا رد الفعل في المباراة المصري ويعني قول اللي انت عايزه سرك فنون الكورة جمال ودلال كل شيء انت عايز تشوفه شفته في المباراة المصري وأنا بقول دي من أمتع المباريات اللي شفتها للنادي الأهلي مع مارسي الكولر قصاد فريق أنا بقول لكم مش بالسهل والبعض اللي قيم الأمور بشكل سطحي وتحدث عن أن النادي المصري فريق سهل أنا بقول لك لأن النادي المصري بالصفقات اللي جابها والانتدابات اللي جابها ومن أفضل الانتدابات للفرق السنادي ولا علي ماهر كمدرب ولا التركيبة دي كانت تقولي أن النتيجة دي تحصل ولكن هي رد فعل البطل أمام فريق أنا بقول لكم مش بالسهل ولكن النادي الأهلي هو الفريق الأصعب هو الفريق اللي لما تختبر كبرياءه لازم حتدفع التمن ودفع النادي المصري السمن في مباراة شفنا فيها من فنون الكرة الكثير ومن ردة الفعل والروح والإرادة والرغبة في الملعب الكثير وأعتقد يا أسامة يعني الجمهور اللي كان قلق بعد السوبر اتطمن لما شاف النادي الأهلي بردة الفعل دي أصاد المصري مش على مستوى الدوري والنتيجة ولكن على مستوى الشخصية وعشان كده النادي الأهلي مختلف في فارس وعشان كده جمهوري النادي الأهلي حتى سمتها مختلفة في التعامل مع الإخفاق بتكون بشدة كبيرة جدا وربما يكون النقد لازع جدا ولكن ده طبيعة جمهوري النادي الأهلي اللي قلت تانا مرارا وتكرارا هنا من خلال البرنامج إن على الجميع إن هو يتحمل هذه الضريبة فكرة إن أنت دايما لازم تكون رقم واحد فكرة إن أنت دايما احتمالات الفوز الخسارة لهزيمة التعادل مش هل احتمالات الأمثل أنت يا فوز يا فوز وبالتالي ده صعب جدا قاسي جدا ولكن بيخليك قادر إن أنت تحافظ على القمة اللي أصعب بكتير من الوصول لها لما بتتهزم في بطولة أو بتخسر بطولة دوارق جدا لأن دي كرة قدم محدش بيضمن الفوز قبل ما ينزل واللي بيضمن الفوز قبل ما بينزل بيخسر وده اللي حصل فيه مباراة السوبر الأفريقي كلنا كنا عندنا استعداد للاحتفال بالبطولة الفوارق الفنية كبيرة جدا الفوارق الجمهورية على أرض الملعب ما فيش أدنى مقارنة الملعب كأنك بتلعب في القاهرة فكل ده كان عامل حالة من الراحة النفسية ولكن ظروف المباراة ما خدمتش مع قصة ردة الفعل جات متأخر في المباراة مع طبعا الأخطاء التحكمية اللي حصلت فطبعا كان لازم أن أنت تصلح جماهيرك ومصلحة جماهيرك مش فكرة أن أنت تفوز في المباراة في الدوري لا فكرة أن أنت توصل رسالة جماهيرك أيوة أنا المستوى الفني اللي ظهرت بيه ده مش هو المستوى بتاعي ويمكن تلعنا هنا وقلنا أنا مش هلقان من المستوى الفني ولا الآن على الإطلاق من الاسكواد اللي عندك لأن انت بالفعل عندك أفضل اسكواد في كرة أفريقيا ويسيبك من أي حد يقولك أن فيه أندية أخرى عندها أفضل اسكواد الأندية الأخرى بنشوفها على أرض الواقع ومش هنحكم من أول جولة لكن أيضا بعيد آه عندها اسكواد جايد الحقيقة لكن اسكواد النادي الآلي هو الأفضل هو الأكثر تناغما هو الأكثر تكاملا هو الأكثر خبرة بتحيير بطولات ودي بيدفع فيها مش فلوس دي بيدفع فيها تاريخ فمحدش هيقدر يدفع التاريخ اللي يخلي اسكواده يكون عنده قوة شخصية النادي الآلي عشان كده كتردد الفعل مهمة جدا أنها تكون أمام فريق قوي زي فريق المصري البورسعيدي مهمة جدا تكون أمام فريق كان في وقت النوقات بيشغل بالك الحسيات والتعامل نفسي داخل أرض الملعب مهمة جدا أنها تكون قدام فريق بيتحفز ليك وكأنها مباراة البطولة وده حق كل فريق يواجه النادي الآلي أيضا أمام جهاز فني بيقالت كابتن علي ماهر والكابتن علي ماهر البعض بيقول أنتوا بتزعلوا من علي ماهر لا على إطلاق إحنا بنشوف أن الكابتن علي ماهر بيكون تركيزه 200% في مباراة ندل آهل وده حقه الراجل بيحب شغله وبيحب المكان اللي هو بيشتغل فيه وينجح فيه وبالتالي إحنا ما عندناش أدنى مشكلة خالص مع علي ماهر ولكن لما بتتغلب على فريق بيقوده علي ماهر فأنت بتتغلب على فريق جايب آخر آخر قدامك في الملعب يعني مخلص كل العدات بتاعه فأرض الملعب 90 دقيقة روح قطالية عالية 90 دقيقة شغل أنا عايز أفوز بالمباراة يمكن برجاءه طبعا بيستعرض لنا أهداف النادي الآهلي وعايز أقول لكم أن المباراة قبل الهدف الأول لردى سليم كانت في حتة وبعد مباراة الهدف الأول وبعد تحقيق الهدف الأول أصبحت في مكانها تانية خالص وده اللي أنا دايما بقوله أنت محتاج هدف مبكر هو طبعا ما كانش مبكر لكن الهدف المبكر لما بيجيلك بيخليك تظهر بقية المباراة بشكل أفضل وده اللي ما حصلش في فرات اتحاد العاصمة الجزائري حرمت من ركل الجزاء في الديا 16 كانت ممكن تمنحك الأفضلية في وقت أنت كنت مستحوص تماما وضغط الفريق وبين الفريق الفنية في أرض الملعب اتردت عليك لأ هجمة مرتدة فبقيت متأخر في النتيجة أنت النهاردة بدأت كويس بدأت المباراة بشكل جيد جدا قدمت مستوى متمايز جدا طمنت الجماهير تاني وعليت سقف التوقعات والطموحات تاني كالعادة عندنا بكرة إن شاء الله بداية مع سان جورج الأثيوبي نتمنى تكون بداية قوية ورسالة لكل فرق القارة إن كبير القارة وسيدها وبطالها الأول وفارسها راجع عشان يحقق بطول الدوري أبطال أفريقيا للعام التاني على التوالي مع هذا المدير الفني مع هذا الاسكواد من اللعبين اللي وفروا النادي الآلي مع جماهير عريضة في ظهر النادي الآلي موجودة في أي مكان النادي الآلي بيروح يلعب فيه وإن شاء الله ده يتحقق على أرض الواقع أكيد يا فارس الدنيا اختلفت تماما والمصالحة كانت سعيدة والربعية كانت متميزة خاصة إن كل هدف له قصة ولو حكاية من الجمال أنت مش جايب أهداف لطشا مش جايب أهداف كده أنت جايب هدف تحتار تدي الكريدت فيه للأسست ومستر أسست الجديد إمام عشور ولا للفينش سواء بيرسي تاو أو ريدا سليم والقرارات السريعة وكمان كريم فؤاد اللي راجع من أصابها يعني الأهداف أهداف ممتعة الأداء أداء جيد الشخصية في الملعب متواجدة مفيش عصبية مفيش انفعال مباراة فعلا تقدر طول عشرة من عشرة هو ده أسامة اللي كان بالنسبة لي ملفت يعني عادة يا جماعة بعد المباراة اللي بتقع فيها ما بيكونش اللعيبة في الحالة الزهنية دي أسامة بيكلمكوا في جمال الأهداف وإحنا لو بنتفرج يعني شوف الفيجن اللي عند إمام عشور في نقلة الكورة ونقلة الملعب وأنه هو يقرأ أن بيرسي تاو يقدر يروح بالشكل ده ويحط في الزمان والمكان المناسب كأن يعني وش رجله أو رجله بيشوف وبتتكلم كان طبعا اللعبة مش سهلة ودي قدرات ودي قيمة فنية موجودة عند إمام عشور لا يمكن أحد ينكرها لو ارتبطت بالالتزام وارتبطت بالتركيز حتشوف أكتر من كده هي دي القعدة وهي دي المعادلة كمان الأهداف كلها أسامة يعني محتاجين طبعا ده عبدالقادر واللعبة دي وكريم فؤاد يعني حنوقف أكيد عند اللعبين وعند كل هدف لكن عند الهداف مهم الهدف كل أسست جميل يعني أحمد عبدالقادر طبعا مع الخماسي الكتيبة اللي كانت وقفة على الخط في الديها 80 خمسة نازلين يعني كبرتوا الموضوع والله يا كولر يعني فبتغير خمس لعبين فبتنازل خمس لعبين تانيين فبتلاقي نفسك بتلعب الأداء ده الهدف ده من 14 تمريرة بدأت من محمد الشناوي يعني مرة تعالى معظم لعبي النادي الآلي وبينتهي بالشكل ده وبالفنش ده مع لاعب غاب فترة طويلة جدا وبيرجع ويرب يعني يبقى عنه الإصابات وعن كل العبي الانديها المصرية وتحديدا النادي الآلي ويبدأ يتقلق زي ما بدأ الموسم الماضي فتلاقي القصة مختلفة عبدالقادر بيعمل كعب سلس جدا 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 لو ركز عبدالقادر في الأمور الفنية دي من لمسة واحدة أو من لمستين هيكون في مكانة مختلفة تماما وهيخدم الأهل بشكل كبير جدا فينزل كريم فؤاد فيكون قرم ربنا يا فارس أن الحارس يخفق في التعامل مع القرى اتفاجئ بالكرة كان مستمتع والقرى بتتنقل بين أقدام العيب النادي الآلي كان أيضا من الأهداف المهمة ويا ريت برجاو يعرض لنا هدف ريدا سليم هي بالزبط يا كل قصة يعني وكل هدف لها حدوة بس أنا عايز أتكلم عن ريدا سليم عشان نبدأ من حيث بدأ الأهل الدخول في المباراة بشكل قوي وشكل فارق دخلك في المباراة بشكل فارق يمكن الكرة كانت بترجع طبعا النادي الآلي يا جماعة مش في الكرة دي بس كنت بتقدر تفوز في وقت كتير زي ما نشايفين بفكرة الساكن بول شوف هنا انت مرتين ورا بعض بتاخد الكرة التانية وده مهم جدا يا جماعة طبعا هدف ريدا سليم ما قبل الهدف ريدا سليم محتاج كلام كمان ويمكن أنا هنا عايز أقف عند حتة فنية بص انت ازاي بتاخد الكرة التانية ازاي بتاخد الكرة التانية وده حاجة انت كنت افتقدتها في كل كرة تانية تقريبا هتلاقي نفسك واقف صح بتبدأ بتاخد الكرة التانية بتبدأ هنا تعمل الاسست امام عشور يعني ازاي تقلع الكرة يا جماعة وازاي وده الكرة يعني متأشرة وكأنها ركل الجزاء هنا مهم جدا نتكلم عن ريدا سليم للأمانة في أول المباراة وانت التمبو عندك او اقاع الفريق مش افضل حاجة والاقاع يا جماعة في كرة القدم شيء مهم جدا فكرة ان انت تتعلق بالاقاع وبريتم المباراة فتبدأ تفتح صغرات دي اصعب حاجة في كرة القدم فانا بشوف ان ريدا سليم كان طولي الوقت وهو اللاعب اللي بياخدك لإقاع أسرع نادرا انت فكرة الجناح انا شخصين بحب اللاعب الوينجر او اللاعب اللي بيلاعب على الفلانكس او الخط يكون اللاعب اللي بيروح لقدام بين اللي الفريق بيعمل حاجة اسمها الأكسلريشن يرجع يلف ويقف على كرته ويبص الورا ويدي ظهروا المرمى المنافس ويبدأ يعمل ده قرار ريدا سليم طول الوقت في الملعب انه يعد ويروح وانه يعمل الدريبل ويفتح ويروح ياخد فاول مرة يروح وينقلك مرة يلعب على المرمى هو ده ريدا سليم وعشان كده انا كنت حزين جدا من الناس اللي انتقدت السنائي ريدا سليم وامام عشور بعد المباراة اللي فاتت وهنا قلنا انه هما كانوا من افضل اللعبين في المباراة انا كنت بشوف ان لو حنقيم وفقا لزروف واحد بيدخل الاسكواد لا اول مرة والتاني بيدخل الاسكواد وما بلعبش بقى لأربع شهور اللي هو امام عشور فانت مفترض تقيم بشكل فيه منطقية ان اللي ما قدمه السنائي في مباراة اتحاد العاصمة هو يذكر فيشكر ملوش حاجة ثالثة فشوفنا ده ترجمته في مباراة المصري لما بدأ الانسجام يكون اكبر ريدا سليم يا جماعة هو واحد انا بشوف ان محمد بركات كان من يعني الحاجات المميزة فيه ان هو لعب بيعرف ياخد فاول قصة مش تمثيل لا 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 قصة ان انت ازاي تحط جسمك ازاي تجبر لعب المنافس انه يرتكب الاخطاء وياخد كروه عشان بعد كده ما يبقاش ريدا سليم بيتضرب والحكام بتعتقد ان هو بيمس لا ريدا سليم زكي في ان هو يحط جسمه ويجبر المدافع بتاع المنافس على ارتكاب الاخطاء فكان ريدا سليم طول الوقت تحولات هجومية سرعة الفريق المراوغة ويبدأ ياخد فاول او ينقلك في مناطق المنافسين او في الفاينال سيرد عند المنافس ويبدأ يديك تفوق انهاء الهجمة اللعب المباشر على المرمى الاجريشن او يعني فكرة الحماس والشراسة في اللعب كل ده كان عند ريدا سليم واكيد امام عشور برضو يا اسامة بالتأكيد وريدا سليم كمان ما يميزه ان القرار جاهز لعب ما بيفكرش لما شفنا الهدف الاول الكرة جات له فلعبها بشماله ارتدت راحت لامام عشور طبعا هو مغمض امام عشور حطه له زي ما الكتاب بيقول واحسن ما الكتاب بيقول فخد القرار على طول وسدد فيه المرمى وسجل الهدف الاول والحقيقة مهمة جدا ان يكون عند اللعب قرار لكن الاهم ان يكون عند اللعب قرار ان يكون عنده شخصية وانا هنا هروح للانتقادات اللي تم توجهها لردا سليم وامام عشور وهقولك ازاي الشخصية دي ظهرت في المباراة المصري اولا اللعبة امكانياتها عالية جدا امكانياتها كبيرة جدا عندها ثقة في نفسها كبيرة جدا ولكن الاهم ثقة الجهاز الفني في اللعبة دي في اختياراته دي اتكلم معهم اشاد بيهم كلر احيانا كتير جدا ما بيطلعش يشيد بلعبة او بأسست طلع بعد المباراة المصري اشاد بأسست الامام عشور دي رسالة اتكلم عن امام عشور بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وردا سليم دي رسالة بيوصلها اللعبة دي بتاعتي واللعبة دي انا عارف امكانياتها كويس فعشان كده قدروا ينزلوا في ارض المباراة اساسيين في مباراة صعبة جدا مباراة بداية موسم جاية بعد اخسارة وتظهر الشخصية دي واحد يعني الاثنين سهموا في ان المباراة دي تنتهي بغض النظر عن صناعة الهدف الاول لكن كمان رضا سليم ورد باهر المحمدي في فاول مجبر عليه بانذار نتيجة سرعاته ومهارته وقراره ونفس الامر تكرر مع امام عشور مع نفس اللاعب لدرجة ان باهر المحمدي خارج المراضي مش بقى زي المباراة اللي كنا بنشوفها والتجاوزات اللي كانت بتحصل منه والإساءات مع زملاء اللاعبين في النادي لقالي لا خارج المراضي مقتنع تماما ان انا عاجز على اني اجاري اللاعبة دي انا فعلا مقتنع ان انا هتطرد ومقدرش اعمل حاجة معهم غير كده اما يسيبهم يروحوا يعني يعدوا فبالتالي انا شايف ان احنا اخترنا رضا سليم وامام عشور بعناية فائقة امكانياتهم جيدة جدا تتبقى فكرة استمرار الشخصية يعني ايه ما تنبهرش بنجاحك المبدأي ده وانت لسه ما عملش اي حاجة النادي الاهلي مش اللاعب اللي بيكسب مطش وشكرا او اللي رصيده بيكون بطولة وياستكفى مفيش كده خالص في النادي الاهلي انت بتخلص بطولة عايز التانية انت المفترض تكون متارجت وانت داخل النادي الاهلي بتتكلم في 20 بطولة على الاقل انا مقدرش يخرج من النادي الاهلي اللي وانا معايا في رصيدية 20 بطولة وده مش كلام مرسل معظم الجيل الحالي والجيل اللي هو جيلة بوتريكا معدل 25 بطولة اللي لقى بربع خمس موسم في الاهلي فانت لازم ده يكون ترجيتك لا مباراة ولا هدف ولا انذار ولا أسست ولا طرد لكن امام عشور انا عايز اروح كمان لأرقام امام عشور لان دي مهمة جدا بغض النظر عن الأداء اللي احنا كلنا لمسينه في أرض الملعب الشخصية اللي احنا لمسينه في أرض الملعب الجابهة القوية جدا اللي أصبحت في الجابهة اليسرى بعد ما كان علي معلول أكثر لعب مفتاح لعب دلوقتي لأ فيه بيحصل تقدر تريح حالي معلول في أرض الملعب انتلقات ردى سليم انتلقات امام عشور من الجابهة اليسرى مع كمان السلوث بتاعهم علي معلول هي جابهة فعلا مرعبة ربنا طبعا يعني يحفظ لعبتنا من شر الإصابات لكن هتبقى عندك قدرة ان انت أمام التكتلات الدفاعية بلعيبة مهرية بلعيبة عندها رؤية بلعيبة بتقدر تمرر بسات قصيرة في أماكن مزدحمة وبتكون بنفس الدقة لأتديك إضافة فأنا عندي هنا امام عشور قدام المصري لعب 86 دقيقة قدر يصنع هدفين له 3 محاولات على المرمى 1 تارجت التمريرات الصحيحة نزدكتها 93% واخدوا بالكم 93% ده رقم كبير جدا للعب زي امام عشور لأن التمريرات امام عشور أغلبها تمريرات فيها ريسك كبير جدا وفي أماكن صعبة جدا وشفت الأسيست الأول ده ريسك ده صعبة ما تتخيلش ان انت في ظل الغابة دي من أقدام لعيب المصري وبتقدر تصنع الأسيست بالشكل ده لما تيجي تعمل سروباس من نص ملعبك من جابها لجابها ده ريسك فتوصلها لبيرسي تاو فعشان كده 93% دي دقة عالية جدا طبعا استخلاص الكرة وفي ملعب الخصم خمس مرات من تسع مرات أرقام طبعا بتحط امام عشور في تنافس على أنه كان ياخد أفضل لعب في المباراة ولكن بيرسي تاو طبعا سجل الهدفين فالقصة راحت لبيرسي وده كان شيء إيجابي جدا أن انت وانت لعبتك والصفقات الجديدة وتحديدا اللعب محترف كمان جاي بيقدم نسخة وميازة يكون اللعب اللي عندك موجود بيقدم فارس نسخة وميازة وأنا موجود وإحنا لسه مكملين بنفس الشغف بنفس الحماس مع النهد آلي فكان مهم أن بيرسي تاو يسجل هدفين على طريقة بيرسي تاو وكمان طبعا بيرسي تاو ساعده في الملعب كم يا جماعة الكدرات الفنية اللي بتخلق له حلول وعشان كده تمريراته 98% لا كلها جانبية هديك بص يا جانبية يا خلفية طب يا عمم وهو لازم يبطلق تمريراته 98% يعني إيه الـ added value للفريق في التمريراته 98% آه مطلوب ومطلوب اللعب اللي يبدأ يحفظ لك على امتلاكك للقرى لأن ده مهم في الاستحواز برضا عشان ما نبقاش بنتكلم حاجة فنية غلط ولكن اللي مش طبيعي ان يكون فيه لاعب تمريراته بتحمل نسبة كبيرة من الخطورة التمرات اللي هي بين الخطوط التمرات اللي بتكسر لك خط واثنين عند المنافس اللي هو خط الوسط وخط الدفاع بتمريره ويكون دقة تمريراته كده كمان الجانب الدفاعي ان هو يستخلص الكرة في نص ملعب المنافس خمس مرات يا جماعة ده رقم جيد جدا فبالتالي امام عشور قدم مباراة كبيرة امام عشور كان فارق جدا ولكن لو امام عشور هو في النادي اللي الناس والجمهور حيفرح باللي قدمه وهو ده بالنسباله ان يتقال ان انت مميز وان انت كسرت الدنيا في المباراة دي طب ما انت كنت في نادي كده يعني في نادي جمهوره اي باص اي تمريرة اي ترقيصة انت حتبقى اسطورة وحتبقى ملكش حال ولكن انت هنا لازم تستغل ده في ان تفضل عندك الشغف تفضل عندك يا جماعة انا دايما بقول جملة عجبتني جدا اللي كابتن عماد متعب وهي من افضل الحاجات اللي قالها كابتن عماد متعب للاماد اللحظة اللي انت كلاعب في النادي الاهلي وانت جوه الفريق بتحس ان انت طالع من المباراة استكفيت وده رصيدك او بتقيم نفسك بالمباراة ها دي اللحظة اللي انت لما تخلص مسرتك الكروية هتلاقي نفسك ما عملتش حاجة انما انت بالنسبالك كلاعب اهلي اوعى تبص على السيفي بتاعك ولا اللي انت حققته غلا ما تبطل بطل بقى كده وقت زي كابتن عماد متعب وكابتن واق الجمعة وبركات واتريكا وكل اللاعبين يعني اللحققه تاريخ كبير جدا ده وابدأ بص السيفي بتاعك انت عملت فيه ايه شكرا وانت جوه الملعب او هتعمل حركة دي محص لو انت طبيعي مع النادي الاهلي هتاخد بطولة وحتكسب مباراة وحتقدم اداء جيد وما انت في النادي الاهلي بتعمل ايه النادي الاهلي جابك ليه اصلا لو انت ما بتعملش ده ولكن مين هيكمل مين هيدخل موسيمين وثلاثة واربعة بالشكل ده وعشان كده لو رحنا اللعب تاني ساهم في رأيي انا لما شفت اللعب ده في الملعب قلت امام عشوري النهاردة هيعمل مباراة كويسة وديانجة هيكون كويس وهو كوكا وانا من ناس اللي هي يعني بتحب كوكا بزيادة عنده قدرات عنده حلول بدنية وعنده قدرة على الانتشار والضغط تخلي اللعب اللي حواليه بقوا كويسة حتى لو هو في المباراة ما قدمش اركام استثنائية وانا لاقوا فيكم سر ان سنائية مروان عطية وامام عشور هي سنائية ممكن تدينا بعد كده شاء البعض ما يعتقدش انه حكم مطلق ولكن دي عايزة اللي اتنين يكونوا في افضل مستوياتهم بدنيا عشان الفري ايدس اللي بيعملوها وادوارهم اللي فيها تحرر فحتحمل كل حاجة على ديانج فلازم اللي اتنين في الارتدادات يكونوا واقفين على رجلهم بدنيا وفنيا ولكن لو السنائي مش في افضل حالاته وامام عشور راجع من الفترة دي فلا انت محتاج رئة زي كوكا محتاج لاعب تعرف تسند عليك امام عشور وتريح محتاج ديانج يلاقي حد بيبادله الادوار فعشان كده انا لما شفت كوكا في التشكيل قلت احنا عنامل ماتش كويس وقلت انا شايف ان التركيبة دي تطلع في نص الملعب حاجة كويس مش معنى كده ان مروان عطية وامام عشور مع بعض ما يطلعوش انتاجية لا يطلعو ولكن الاتنين يكونوا فاتي نف ان هما يقدوا الدور فكوكا يعني دقاق اللي هي بستة وتمانين دقيقة تمريرات صحيحة سبعة وتلاتين من اربعة واربعين معدل جاد جدا استخلاص الكرة تمام مرات اربعة في نص ملعب الخصب وهنا الالتحامات الدفاعية رقم جيد جدا من تسع التحامات خد سبعة وده يا جماعة اللي افتقدناه في مباراة اتحاد العاصمة وارجع واقول اول ما تشوف في مباراة اتحاد العاصمة الالتحامات الصناعية سواء هواية او على الارض كلها متاخدة منك مستحيل تلعب كورتك وانت مغمض مش هتعرف كفريق تلعب كورتك لان انت بتخسر الالتحامات الصناعية عشان كده بالنسبة لي يا جماعة يظل كوكا لعب مهم جدا من اللاعبين اللي انت تقدر تقول ان انت تقدر بأدوارهم المركبة تشوف النتيجة في الملعب في امور تانية جيد وعشان كده انا بشوف انه عندنا خط وسط رغم خروج حمدي فتحي ولكن مازال خط الوسط بوجود كمان اكرم توفيق يا اسامة اللي ممكن هو مش موجود معنا في الاركام ولكن الناس لازم تفتكر انه في وقت من الاوقات اكرم توفيق ده كنا بنقول انه هو واحد من اهم اللاعبين في مصر فتخال ده في نص الملعب كمان يقدر يديك اضافة كريم ندد العائد النادي الاهلي طبعا برضو اضافة لا انت عندك كواسة ملعب ما شاء الله يعني في حالتهم اي ثلاثة يقدروا يلعبوا وانا يمكن كمان بشوف ان كوكا قدم مستوى مميز جدا في مباراة المصري وقدم نسخة تقدر تخلي كولر يبقى مرتاح في حالة الغيابات يمكن شوفنا في بعض الاوقات كان كولر لما بيغيب مروان عطيها زي مباراة الزمالي فكان بيعتمر انه يجيب ديانج يلعب رقم 6 فكان لو السلية مصاب اللي برضو يعني عودته بتدي ثقل كبير جدا في هذا المركز فبالتالي انت دلوقتي بدأت في وجود ديانج وفي وجود مروان عطيها الدكة كوكا بيلعب رقم 6 وقادر يديك الاضافة الفنية في وسط الملعب بالشكل ده لكن لا نبخس ابدا دور مروان عطيها ومدى قوة عودة مروان عطيها لمستوى مرة اخرى وبداية دخوله ارض الملعب لا مروان ارقامه كانت في دورة ابطال افريقيا مرعبة كان لعب جاي الترس بتاعه راكب على ترس النادي الاهلي اللي هو اللعب ده بقى اللي هو النموذج الامثل لصفقات الشتاء لعيب تجيبه مفيش وقت انت جاي النهاردة بكرا انت معايا تلعب معايا وتخيل تلعب في النادي الاهلي وتلعب اساسي وتبقى من افضل اربع ممررين في دورة ابطال افريقيا ده في خمس شهور بتحقق البطلات دي فمروان قوة كبيرة جدا ولكن لما كولر يبدأ يعتمد على كوكا ويبدأ يدي الكوكا في مورا مهمة في بداية دورة وعيش صالح الجماهير لا كوكا تقل تقل بما يكفي ويقدر يطمنك فتقدر تبص في وسط ملعبك تلاقي فيه ست لعبين انت قادر تلعب بقى ثلاثة بتتكلم في احمد نبيل كوكا بتتكلم في مروان عطية بتتكلم في امام عشور بتتكلم مع ديانج مع كريم ندفد مع عمر السلية لا مع اكرم توفيق اللي ليه نوقف مع اكرم توفيق وليه بدأنا الرزق بكريم فؤاد عن اكرم توفيق اولا كريم فؤاد اصابة رباط صليبي واحد اه هي جات بعد اكرم توفيق ولكن هي اصابة اولى وربنا يا رب ما يقررها تاني معايا ولكن اصابة اكرم توفيق اتنين رباط صليبي فلازم تكون حذر جدا أولا أنت عايز تكسر الحجز النفسي اللي عند اللاعب فاللاعب عشان يكسر الحجز النفسي ده محتاج وقت فالوقت مهم جدا لأسباب متعلقة حتى بطريقة وأسلوب لعب أكرم توفيق أسلوب لعب أكرم توفيق مبنى على القوة على الرجولة على الالتحمات على أنه بيبزل أقصى ما عنده ويعرض نفسه أحيانا لبعض الخطر في بعض الالتحمات وأتمنى دي تخف بقى عند أكرم توفيق لأن احنا مش عاوزين نفتقد أكرم توفيق ولا يوم تاني وأعتقد كلر مركز قوي 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 في النقطة دي مع أكرم توفيق وأي التحام بيعمله أكرم توفيق في التدريبات بيوقف عنده ويبدأ يواجهه أنا مش عايز دلوقتي للتحمات القوية دي أنا مش عايز دا دلوقتي على عكس كريم فؤاد كريم فؤاد حجز نفسي قوي موجود ولكن الدور المهم جدا لكارلوس الإضافة القوية جدا لجهاز النادي الآلي والتعامل في تجهيز اللاعبين والتدريبات اللي عملها مع اللاعبين مع كل الجلعبين الجدو تساقم مع شور ريدا سليم وكمان المصابين زي كريم فؤاد أدى أرحية شوية كمان لإسلوب لعب كريم فؤاد واستبعاد فكرة الالتحمات والنتيجة كمان خلصانة والنادي اللي قدامك بيلعب ناقص لعب فبالتالي أدي ثقة لكريم فؤاد فكريم عشان ربنا كريم معاه يلعب 14 ديئة يعمل محاولة على المرمى تيجي هدف ليه؟ مكافأة مكافأة على اجتهاده مكافأة على إخلاصه لشغله مكافأة على تركيزه في أرض الملعب مكافأة على إنه ما بيعملش أي مشكلة هتلعب باك ليفت هلعب هتلعب باك رايت هلعب هتقعد ديكة هاود هتطلع برة 18 طالع هتنزل أساسي هخدمك كل حاجة في اللاعب المحترف تقدر تشوفها في كريم فؤاد عشان كده رجع كريم فؤاد قبل أقرم توفيق لعدة الأسباب دي وأهمها فكرة الإصابة الوحدة وثانيها قصة الالتحمات اللي كان مستبعد تماما كريم فؤاد يعملها فكان نازل ياخد أجواء الملعب وربنا كرمه وسجل هدف رابع خدمت معاه بشكل كبير جدا ويمكن كولر لأول مرة بيقول ده طبعا الهدف اللي سجله من وانتوه مع عبدالقادر ويش رجله الخارجي كده يمكن كولر لأول مرة يقول أنا خدت ريسك على لعب كولر ما بياخدش ريسك على أي لعب فالنهار ده لأول مرة يطلع بالمتابرة الصحف يقول احنا خدنا ريسك على كريم فؤاد فده يبين لك قد إيه أهمية كريم فؤاد الفنية والشخصية عند مرسل كولر لأن مرسل كولر عاوز لعب النادي الآلي لعب شخصية انت بتلعب في نادي بيلعب على البطولة طول الوقت فلازم تكون شخصية فده شيء إيجابي جدا وان شاء الله نرى أكرم توفيق يعود قريبا كريم نيرفيد يعود من الإصابة قريبا وايضا يعني اللي كان بالفعل مالوش بديل في مركزه في مصر كلها مش في النادي الآلي فقط لغير عمر السلية ان شاء الله يعود لمركزه قريبا ويعود من الإصابة قريبا وده يديك أفضلية كبيرة جدا عشان المعترك انت داخلها فارس والمباريات المتتالية ونهاية الموسم اللي احنا بنحذر منها من دلوقتي اللي هتكون صعبة جدا لان انت هتوصل لإبريل الفرقة هتكون خلصت نص الدوري وانت عندك ستة أو سبعة مباريات وسبعتاشر مباريات تنين في الدوري غير بإذن الله نصل لنهاية دوري أبطال أفريقيا والالتحامات دي كلها محتاجة يكون عندك فعلا في إيجابي برضو محظوظة يا أسامة بفكرة ان النادي الأهلي عنده بودلاء يا جماعة مستوياتهم ما تقولش ان هي بعيدة يعني إيه يعني انت عندك ما تقولش انهم بودلاء طبعا أنا عايز أقول لك المنظر اللي احنا شفناه بتاع الناس اللي كانت على الخط أو لعب النادي الأهلي اللي كانت على الخط غير كمان انك استدقي ندفد أكرم توفيق كريم فؤاد بتتكلم في أفشة عبدالقادر رضا سليم حينافس بيرسي توفي اليمين ولا حينافس الشحات في الشمال الشحات أصلا مكنش موجود بتتكلم في مروان عطية بره أنا عايز أقول لجماعة ان النادي الأهلي عنده بره عالدكة فريق ينافس النادي الأهلي عالدوره الحاجة الوحيدة الفريقة ان مفيش في النادي الأهلي اللي موجود في حتة تانية يعني لا روح ولا إصرار ولا تاريخ ولكن لو بتتكلم على الأسماء لا النادي الأهلي عنده بره وعشان كده اه طبعا فريق زي برامةز عنده فريق عنده فريق قوي طبعا وعنده فريق قيمته السوقية يا جماعة لأن الأرقام اللي يجهلها هيبقى قدام الناس جاهل عنده فريق قيمته السوقية على الورق كبيرة جد ولكن لما تيجي تتكلم كأسماء ويظل النادي الآلي والفريق الأكبر داخل القارة كقيمة سوقية وكمان على مستوى القدرات الفنية وعدد اللاعبين الدولين وغيره لا النادي الآلي عنده فريق مرعب كان ينقصك فكرة المهاجم وأنا في رأيي ما زال النادي الآلي يعني يمكن في فكرة السنتر باكس شاف النادي الآلي محتاج يعلب الجودة برضو شوية ولكن ما زال أنت فريق اللي عندك بره ينافس يعني كريم فؤاد يا جماعة الراجل جاي كان وصل لأرقام الناس بتنسى كريم فؤاد ده مش لعب بسيط لعب لما تحط في الجناح مع مستر مارسي الكولر حقق أرقام مميزة جدا وأرقام أجنحها في مصر كتير جدا مصنفة كلعبة كبار جدا ما فيش الراجل راح دولي راح مع فيتوريا فيتوريا دخلنا وقتها في مشكلة في تصريحه أنا كنت بسك في كريم فؤاد وقت ما كان النادي الآليا بيلعبوش والتصريح ده وقفنا عنده فأنت حتى بتتكلم على جودة لعب فيتوريا كمدرب للمنتخب كان عايز يقول ده أنا كنت شايفه من بدر وحنا مدرب كده لما يأمل حاجة فنيا يبقى عنده حتى يبقى عايز يقول ايه أنا كنت شايف ده من بدر آن كان يمكن ده حتى كان جدل في النهاية عاكس بالإجابة على كريم فؤاد ولكن انت عندك لعبين بيقدموا بيرسي تاو يا جماعة الراجل ده البعض كان بيجي يطلع يقولك كنت وفر فلوس الدولار بتاعه لقطاع الناشئين والبعض بيجي يقولك أصل بيرسي تاو في الوقت ده ما كانش جيد لا أنا فيه فرق مع احترامي لما جانا أقولك لأنه شفت كتير ناس بتقول الجملة دي وهم أهلوية وقولك مش بس بيرسي تاو وقتها ما كانش جيد لا انت كده مع احترامي انت اشتريت احنا ما بنشتريش اشتريت ايه اشتريت فكرة متقلالة غلط أصلا فيه فرق بين ان احنا نقول بيرسي تاو ده لعب كبير لعب جايلك من البريمير ليج جايلك من الدوري الأقوى في العالم خلصت لعب دوري بلجيكي مع اندر لخت لعب داو ليه في فريقه فإذا ممكن ناجي أقول الإصابات بتاعت بيرسي تاو بتخلينا شوف ان أنا مفترك كان يبقى مرضوده أفضل بيرسي تاو منتظر منه أرقام أعلى فلما يديك الأرقام دي تقول هو دا اللي منتظر من بيرسي تاو إنما أسامة بيع لك باعت دا نوفر دولاراته ونديه لقطاع الناشئين وانت تيجي تقول لي أصل هو كان وقتها مستوحش لا دي باعة أصلا غلط دي باعة نفسها اللي بيقولها لك بيضربك في حتة تانية إن مش بس اللاعب مستوحش دلوقتي لا انت أصلا جبت لاعب ما كانش ينفع تجيبه جبت لاعب الناشئ اللي عندك أحسن منه فهل دي هي دي؟ طبعا بس يمكن الناس بتأجر دلوقتي قطاع الناشئين بطاقم تشيرتات فممكن تكون عندها قصة يعني عشان عشان صعب توفر الفلوس لطاقم التشيرتات اللي قطاع الناشئين ممكن تكون مختلفة شوية لكن أنا بشوف أن بيرسي تاو من بدايته مع النادل أهلي وبداية التعاقد أنت تعاقدت مع لعب كبير ولكن القصة باختصار شديد إن الإصابات عطرته كتير وعشان نكون منصب كمان جنسيته مع جنسيتي المدير الفني اللي البعض كان عامل عليها بعض التحفزات كانت بتحط لود إضافي وعب نفسي كبير جدا على بيرسي تاو ومقدرش مسماني يفصل لعب النفس ده عن اللاعب لكن للأمانة كلر تحرر بيرسي تاو تماما وكمان كلر يعني تعامل مع بيرسي تاو بشكل احترافي مختلف وبييرسي تاو سلمه دماغه لأن بيرسي تاو في البناء كانش مسلم دماغه لكن سلمه دماغه لما شاف قده المدير الفني ده قادر يطلع من اللاعبين زميله أقصى إمكانياتهم فبدا يتعامل بفكرة أن انت مش اللاعب اللي لازم تلعب 90 ديئة أنا وقت ما هقولها هتريح هتريح وقت ما خرجك من السكواد هخرجك وقت ما خرجك من الملعب هخرجك فبيرسي تاو نفسه شاف المرضود ده في مباراة كتير جدا وشاف أنه هو فضل مستمر فترة أطول في الملعب ربنا يبقى لعنه الإصابات يعني تعرض لكادمة في العضلة الأمامية ولكن في النهاية بيرسي تاو رجل المباراة قدر يقدم مباراة استثنائية في بداية الموسم وتستكمل إن شاء الله لنهاية الموسم تنسوش أن بيرسي تاو ده السنة اللي فاتت هو عشر مساهمات في دوري أبطال أفريقيا ومن أبرز اللاعبين الذين ساهموا بالفعل في فوزة النادي العالي وقتول الدوري أبطال أفريقيا والرقم ده لم يتحقق منذ اعتزال محمد أبو تريك فده بيرسي تاو اللي البعض كان بيقول لك وفر فلوسك لقطاع الناشئين ما عندناش أزمة وما عندناش قطاع ناشئين للإيجار يعني ممكن نستعرض لو أسريعا كده أرقام بيرسي تاو قبل ما نطلع الفاصل لها ب86 دقيقة سجل هدفين من ثلاث نحولات على المرمى عشان كده أنا بقول لكم الوضع مختلف 21 تمريرة صحيحة من 27 ويمكن ده اللي ميز بيرسي تاو خلاه يخطف لقب رجل المباراة وكمان ده اللي خلى أن الأهداف المتوقعة عند النادي الأهلي وهي 1.6 يعني 1.6 قادر تسجل أربع أهداف لإعتمد على كواليتي اللاعبين وده العملة الصعبة ودي العملة الندرة أن اللاعب يكون عنده كواليتي الإنهاء وعشان كده قلنا ما فيش الأهداف جات بالصدفة ولا بالتغبيط الأهداف جاية بشغل فني على أرض الملعب عندنا لسه كلام كتير ولكن انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لكم مرة تانية والأهلي خط أحمر كان عندنا فارس قبل الفاصل بنتكلم عن مباراة الأهلي والمصري وعندنا بكرة مباراة الأهلي وسان جورج انت بتدحك ليه؟ واحد يا طبعا مباراة الأهلي وسان جورج أكيد مباراة مهمة ورجعين يا هوا يا هوا رجعين ليه؟ لأن دور أبطال أفريقيا تظل كده بطولة يعني حكايات النادي الأهلي فيها مختلفة يعني انت بتختبر في البطولة دي جناتك التاريخية وقدراتك وتحديك لنفسك يعني بشوف ان النادي الأهلي في دور أبطال أفريقيا بيتحدى نفسه يمكن في الدور المصري الوضع مختلف لان يعني بشوف باية الفرق بعيدة قوي قوي عن النادي الأهلي ولكن في دور أبطال أفريقيا انت أيضا لديك فرق دايما كل سنة بيكون عندك فرق قوي جدا يا جماعة سان داونز فريق قوي جدا الوداد الرجاء مش عايز طبعا الترجي يعني فرق فعلا بيكون لها تاريخ ولا باع وكمان قدرتها على ان هي تنفسك ولكن مباراة سان جورج قوعوا تستهونوا بالبدايات يعني البدايات وخصوصا يعني لنا صواب ولنا تاريخ يعني أحيانا كان فيه ضربات مع فرق أسيوبية ولكن سان جورج الأسيوبي مباراة مهمة جدا النادي الأهلي كان فيه اجتماع فني النهاردة أصفر عن طبعا ارتداء النادي الأهلي زيه الأساسي اللي هو احنا معتدين عليه طبعا التيشرت الأحمر وفريق سان جورج الأسيوبي سيرتدي الزي الأسفر يمكن دي لقطات من الميران وأعتقد أن النادي الأهلي في انتظار أنه هو يبدأ بطولة يعني تعبر عن بداية البطن وبداية الفريق الكبير وبداية الفريق اللي لسه عنده نفس الشغف أنه حق دور الأبطال أعتقد اللقطات من الميران حصرية كالعادة لقناة النادي الأهلي يا سان بتأكيد يا فارس وطبعا يعني نستمر الجدية إن شاء الله في تقديم النسخة المميزة لنادي الأهلي لأن الحقيقة لو أنت فقدت الشغف فقدت كل شيء في كرة متعلق بكرة القدم لو أنت استشعرت أن أنت شبعت برصيدك من البطولات فأنت بتبدأ بداية النهاية وأنا ما حبش نشوف ده في النادي الأهلي وإن شاء الله مش هنشوف ده في النادي الأهلي ودايما لعبي النادي الأهلي اللي حققوا بطولات يسعوا لزيادة رصيدهم من البطولات زيادة كتابة التاريخ أنت حاليا فيه لعبين حرفيا في النادي الأهلي لعبوا آخر أربع مواسم معهم تلاتة دوري أبطال أفريقيا أنت متخيل ده رقم كبير جدا رقم ممكن أندية ما تصلش ليه فإن شاء الله دخلين كأس العالم للأندية للمرة الرابعة التوالي والخمسة على التوالي مشاركة مضمونة بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي أنت محققها فكل الأمور دي محتاجة أن أنت مزيد من الشغف والحماس عشان على طول تشحن بطريتك وتشحن طاقتك والأهم أنك وانت بتلعب مباراة أمام بطل أسيوبيا ولظروف النادي الأسيوبي قرر أن هو يعني يلعب المباراتين في القاهرة فده أفضلية ليك تقدر أن أنت تقدم نفسك بشكل مريح تقدر كمان تبعت رسالة لأندية القارة أن أنت واخد البطولة بنفس الجدية بنفس الاهتمام بنفس الشغف خاصة ويمكن فالس قال لكم لقاءاتنا مع الفرق الأسيوبية برغم قلتها ولكن تحمل بعض الأثار السلبية يمكن لو استعرضنا مواجهات النادي الأهلي مع الفرق الأسيوبية هل لدينا لعبنا ست مواجهات فوزنا في اتنين وده رقم أوليل جدا الترجم ليش الأرقام جماعية أنت رقم أوليل جدا تتكلم في 33% من المباراة فوز وده رقم أوليل أنت بتتعادل في 3 ماتشاط وطبعا سجلت 8 أهداف واستقبلت 4 أهداف ويمكن من ضمن الفرق الأسيوبية فريق البن الأسيوبي اللي كان بيحمل لنا ذكريات سلبية يمكن عاشناها بشكل مختلف شوية يمكن كان النادي الأهلي قرر أنه يقسم الفرق أثنين دي طبعا المواجهات زي ما استعرضتها مع حضراتكم فالنادي الأهلي في مباراة أو موقعة البن الأسيوبي قرر أنه يقسم الفرق أثنين فرق تلعب بطولة عربية وخلاص استعرضنا الأرقام فرق تلعب بطولة عربية وفرق تلعب مباراة العودة في دور الـ 32 وكنت عائد كمان من غياب أربع نسخ في دوري أبطال أفريقيا وكنت متعادل مباراة الزهاب في أسيوبيا واحد واحد بأدف لحسام حسن جيت هنا يعني تعربت لتعادل 2-2 في وقت قتل جدا بعد ما كانت نتيجة 2-1 يمكن دي كانت أول مباراة تشهد مثلا وجود إبراهيم سعيد لعب النادي الأهلي وقتها وكان بلعب باكليف ويمكن حضر مجموعة بقى من اللاعبين كان فيهم طبعا كابتن رضا عبد العال وما قدرناش أننا نفوز على فريق البن الأسيوبي وتعادلنا 2-2 وخرجنا في صدمة يعني صعبة جدا علينا في الفترة دي فعايزين ناخد الأمور بشكل جديد يمكن اللي حسن الصدمة دي شوية نحن خدنا البطولة العربية في الوقت ده وحسننا نحن قدمنا أداء فرس طب يعني ما فيش ليلة المباراة شوية ذكريات كده حزينة نستعرضها كمان أكثر من كده يعني مش عقول أنا كده أش حافز لا دلتش في نحن لا 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 إن شاء الله نحظ إن شاء الله نكسب الموتشين إن شاء الله نكسب النتيجة كبيرة بإذن الله التعامل مع الفرق دي بعيدا عن ظروف إحنا حكيناها تسببت في نتائج مباريات ولكن التعامل من النادي الأهلي مع هذه الفرق أصبح مختلف تماما على مستوى سنوات ثقافة النادي الأهلي في التعامل مع نوعية المباراة دي اختلفت ويمكن النادي الأهلي مع كولر تحديدا فكرة إن أنا فتكر النادي الأهلي كان تهوم في مباراة ما عدتش علي يعني يمكن أحيانا مع كتير من المدربين تحس في مباريات كده أنت بتلعب على قد الماتش مع كولر أنا ما فتكرش المباريات اللي كنا بنلعبها على قد الماتش كان كولر بيطلع بياخد اللعيبة اللعيبة الأول بيبقى فيه محاضرة معاها بعد المباراة بيبقى فيه كلام وكان بيبقى فيه بعض الإجراءات يعني العقابية داخليا بغض النظر عن تفاصيلها ولكن ده عهد كولر وكان كولر ليه مواقف بعد المباراة حتى ما فيش فكرة إن أنت المباراة خلصت يلا روح على البيت لا كولر ما كانش بيعمل كده وكان بيبقى مواقفه قوية وواضحة ولكن مباراة المصري هنرجع لها فيما يخص الملف التحكيمي ويمكن الملف التحكيمي محتاجين نتكلم فيه بشكل أوضح مع استمرار بريرة لأن إحنا هنا كنا بنتكلم إن فيما يخص استمرار بريرة رغم تحفظاتنا عليه ورغم إن إحنا اختلفنا في بعض الأمور الفنية مع بريرة وكراراته ولكن الراجل جاءل أنا بستكشف في 4 شهور الراجل كان عنده رغبة في تغيير كتير جدا من أعضاء اللجنة الراجل أدخل فكرة التصنيف الراجل بدأ يقدم حكام جديدة أو حكام عادة ما كنتش بتشوفهم في مباراة زي حتى برامد زوجة مالك فأنا بشوف أن بريرة عنده تجربة فأنا غالبا في النوعية دي من الأمور بتعامل طب تعالى نمشي مع بعض في التجربة وتعالى نقيم دون أحكام مسبقة أو دون قراء انحياز أو بيمثلها الانحياز أو بيمثلها فكرة الأهلي والزمالك والألوان فعشان كده في الجولة الأولى محتاجين نقف عند حاجات كالعادة هنبدأ مباراة الأهلي ورأي كابتن سامير عثمان في حالات مباراة الأهلي والمصري نطلع نشوف بصراحة النهاردة طقم الحكام أدى مباراة ممتازة أهم القراء في المباراة هدف النادي الأهلي الأولاني وكان فيه نقاش طويل مع كابتن عمر الدسوق بيقول الكرة دي تسلل على بيرسيتاو أما نجي نبص الكرة كورم القراء صعبة جدا هنلاحظ دلوقتي أن بيرسيتاو أثناء لعب القراء الكرة التانية واقف موقف تسلل لكن الوقوف موقف تسلل لا يعقب عليه اللعب إلا إذا كان بعض الاعتبارات منهم التداخل في التداخل في اللعب أو تدخل مع المنافس أو أثر على زاوية رؤية حارس المرمى أثناء صده للكرة أما نجي نبص بالرغم من وجود بيرسيتاو في الكرة دي أهم كرة جايبنا إنما دي ما أثرتش إطلاقا على نظر حارس المرمى إمتى بقى لحظة لعب الكرة وده هنا تبين لك قرار حكم سليم ومحمود أبو الرجال مع تميز طبعا من طريق مجد محمد علاء وده كانت أول حالة دي حالة إنذار على باهر محمدي ليه؟ هو لقوع على حاجة آه فيه عاقل لكن هنا ده فيه هنا هجوم واعد هجوم واعد يعني هجوم واعد يعني كرة ممكن تجيب منها جول فرصة الحقاك يعني أنت ممكن تجيبها جول بالنسبة لك إدى له إنذار بعدها في الشوت التاني نفس اللعب يلعب بلعب بيتهول بالكرة زي دي إدى الإنذار التاني وبهدوء والكرة اللحمن باهر محمدي هنا ما أعتردش عارف ليه؟ وصف من قرار حكم لأنه عارف وهو كان شايفة كرة الأولينية كان مستحق فيها الإنذار وكذلك الإنذار التاني من وجهة نظر تاكم الحكام محمد عدد الحكام الدولي أدى مباراة رائعة ويزبط حقايته في استمراره بإذن الله في القائمة الدولية للمسلم الجاي مع إن شاء الله مع الحكام الإنذار الأول لبقى محمدي ده كابتن بعض الدوريات الحكام بتسمح بالتلامس أو يبقى فيه نوع من أنواع منعشان قلت لحضرتك ده مش تهور ده إفساد هجوم واعد عشان كنت حريص جداً وأنا بشرح في الأولينية قلت ده هجوم واعد ده بقى اللي احنا بنكلمكو فيه وهي مراحل التجربة وأنا بشوف إن يعني فيه فرق يا جماعة ما بين أخطاء فنية لإن دي بتحصل في العالم كله وفي الدوريات كلها ودي بتخضع أحياناً لإمكانيات الحكم رؤيته قراره شاف الكصة إزاي فعمر ما الكصة كانت المشكلة في ده ولكن كان بيبقى فيه أمور سهلة وبديهية وكنا بنشوف كرات صعبة فيها عشان كده ممكن الإشارة بمحمد عادل هنا أنت بتتكلم عن لقطة تداخل بيرسي تاو إزاي هنا تم التعامل مع لعبة وحالة التداخل بشكل صحيح قانونياً دون إصار الجدل ودون الدخول في فكرة إنك تحس إن اللعبة دي أنت مستغربها كمان الأمانة بشيد بمحمد عادل في فكرة توحيد المعيور في لعبة بير المحمدي ما جاش في الأولى ده إنذار وفي التانية قال أصل ده الإنذار في طرد فعدي دنيتك وعدي ليلتك والمصري ما يلعبش ناقص واحد لا أنا معياري في اللعبة دي كان واضح معياري في اللعبة التانية واضح بهر المحمدي بره فأنا بشوف لو رحنا لنزيادة حجم الأخطاء بقى نابع من أمور فنية وقلة حجم الأخطاء بقى نابع من إن الحكم عنده معايير جيدة وشغل على نفسه هروح لحتة كويس الأخطاء هتختفي لا معانا أخطاء ومعانا أخطاء فنية ومعانا أخطاء نتكلم فيها في الحالات اللي موجودة ولكن مهمة وأسامة إنك تبدأ تحس يعني وانا بتفرج كنت فرحان جدا بفكرة إن الحكم كان عنده معايير واحد ما يبدأش بعد المباراة يبقى كل الجدل بالنسبة لنا أنت ليه خدت هنا انظار وفي التانية عشان خفت طارد ويبدأ الناس تقولك لا أصل التانية مختلفة أصل ما كانتش فيها حاجة وكل قناعتك الداخلية إن التانية هي الأول بس ماشي دنيتك بص فده مؤشر يعني ها نحاول يعني نتشعلها أنا عايزة تشعلها أنا واحد من الناس عايزة أطلع قولي تحكيم المصر خير والله أنا مش هتقول قديم أنا بقول لك إيه في إحنا قبلنا والفيديو شغال قلتك مش عايزين نبيع نفسنا تحكيم مصر خير لابا أنا عشان أكد عليك إن احنا مش هتبيع نفسنا أنا متفق مع فكرة إن المعايير كان ثابت عند محمد عادل ولكن أنا بقول لي محمد عادل مباراة جيدة ولكن كنت محتاجة تشتغل أكتر من كده في المباراة ليه لأن أنا عندي وقفة تحديدا مع تدخلات اللاعب رقم 6 تسامير فكري في الناد المصري اللاعب ده كان يضطرد مرتين على الأقل أربع إنذارات في المتش في التسعين ديئة تدخلات قد صعبة جدا كان بيدخل على قدم الحزاء للعب الناد الآلي يمكن عملها مع أكتر من اللاعب ومشوفناش اللاعب ده بياخد إنذار فعشان كده لا محمد عادل أنت محتاج تدوس أكتر محتاج تركز أكتر محتاج تكون قريب من الألعاب أكتر جميل جدا أن أنت عندك الجرأة أن أنت تدي الإنذار الثاني وبتطبق القانون بدون مشاكل أو خوف لكن أنا محتاج أن أنا يكون عندي قرارات حاسمة وسريعة لأن البعض في التحكيم المصري وشفناه في الموسم الماضي كتير جدا أن الإنذار الأول بيتأجل كتير قوي فتبدأ تلاقي الحكام مش عايزة تطلع إنذار أول فأول ربع ساعة فبتلاقي لعب بيرتكب ويتمادى في الأخطاء فأنت تبدأ تقولك أنا معياري إيه بقى؟ معياري الأولاني ده أنا ما تكوش إنذار طب معامل نفس اللعبة هتدي له بقى إنذار فبالتالي لأ طلع إنذارك حتى لو في الدهاء الأولى لو في الدهاء الثاني فلما اللعبة تستدعي إنذار طبق القانون دون النظر لأي وقت فعشان كده أنا بتحفظ على سامير فكري لكن عشان الناس اللي كانت تتكلم معيار واحد برض مع سامير فكري ما تدلوش حاجة ما تدلوش ولأ إنذار معيار واحد برض أنا قلت لك توحيد المعيار أنا قلت لك إيه؟ بس كده هنخسر بتوحيد المعيار ده الحقوق التحكمية أعديها أنا أعديها أعديها فده بالنسبة للكابتن طبعا سامير عثمان اللي هيكون عندنا وقفة جماعة إحنا في فار روم بنتكلم بأراء خبراء التحكيم أحيانا نتفق معهم أحيانا نختلف معهم ولكن دايما بنلجأ لأراء خبراء التحكيم خلاص هم خبراء اللعبة لو عندنا بعض التحفظ أو هم تختلفوا مع بعض تبدأ بقى نطرح إحنا وجهة نظرنا فعندنا أيضا الكابتن ياسر عبد الرقوف اللي أصبح متواجد بشكل شبه مستمر تقريبا كده في قناة قون برضو تعقيب على قصة طرد باهر المحمدي عشان يبقى عندنا أكتر من رأي عشان تبقى من أول الموسم كده بنقول لكم النفوذ النادي الأهلي بيور 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 في كل المبارا وانتوا عهدتونا على مدار مواسم سابقة كنا بنراهن على قصة العدالة التحكيمية وبنراهن على قصة نادي الأهلي الأكثر تضررا بقى رأي خبراء التحكيم وكان بيتحقق نتمنى أن الحكام تحب نفسها دي بقى النقطة المهمة جدا أنت دلوقتي التصنيف ده مهم جدا أنه كمان الحكم اللي يخطئ يعاقب وهنستعرض كل الحكام فخلونا نروح لكابتن ياسر عبد الرقوف الأول وبيقول رأيه فيه الأراء التحكيمية في مباراة الأهلي والمصر المخالفة تمت بإهمال إهمال يعني معهاش نظار طب نبصها نظارين سريعا كلا أول والتاني سريعا ولكن بما أن هو المخالفة أفسادة هجم وعدة تمام بالتالي كان لابد معاها الإنذار بالإنذار الأولاني طبعا كان فيه مساحة قدام ريدا سليم إنه هو يجري فيها فبالتالي مخالفة هنا أو الإنذار هنا لإفساد هجم وعدة مش لطبيعة المخالفة نفسها طبعا قرار محمد عادل كان قرار سليم المخالفة تمت بإهمال ولكن عشان هي هجم وعدة فبالتالي ده كان قرار محمد عادل وقراره يعني ما فيهوش مراجعة ولا فيه أي حاجة بالنسبة بعد كده أخد الإنذار التاني الإنذار التاني اللعبة هو واضحة تمام الدخول موجود وبتهور وهو حتى باهر عارف أنه عنده إنذار وهو مقتنع هو هيخد إنذار تاني ما فيش أي بالنسبة له رد الفعل إنه هو مقتنع بالقرار طرد سليم 100% أكيد طرد سليم 100% أكيد فتبقى الأمور واضحة عشان البعض اللي يحاول قدر الإمكان وقدر المستطاع إنه هو يقلل من حجم فوز النادي الأهلي في أي مباراة إحنا هنا بالمرصاد بأراء خبراء التحكيم لا بين حيازنا ولا بوجهة نظرنا فربعية نظيفة تماما ربعية للنادي الأهلي في شباك المصري تنطلق بها مسابقة الدوري العام وإن شاء الله بإذن الله يكون لقب البطولة من نصيب النادي لكن عندنا أخطاءات حكمية أفارس في مبارات أخرى بما ينا نتكلم عن الجولة الأولى طبعا لديك فرق أخرى في الدوري بعيدا بقى عن لقب منافسين لأن النادي الأهلي بشوف دايما في بطولة الدوري بينافس نفسه ما لم يحدث العكس يا جماعة هذا ليس تقليل من أي أحد دي كرة القدم أنت بتتكلم عن نادي بدأ الدوري بتسعى دوريات فيعني نقدر نقول كده جملة يعني أوصياغة منافس محتمل يعني يعني ماشيها كده إيه لحد ما نشوف ظروفه إيه أنا بشوف أن بيبقى سراع مجموعة من المتنافسين عشان يفرز عن منافس والله يا أسامة الناس استفادت من كلمة منافس تسويقيا ودعائيا ورعاية وكل حاجة وفي الآخر بعد ما احنا صنعنا فرق من كلمة منافسين الفرق دي بتقول أن انت بتاخد أكتر من حقك وكان السبب الدعاء الأول لها استخدامنا اللفظ منافسين وده وجهة نظر يعني هو الفكرة كلها في التنافس عصي انت لازم تقول أنه ليك منافس طب أنا هنامي إيه أنا هلاعبين جاي تفتح الحلقة وتختم مع نفسك يعني طبعا النادي لألي خلينا ما يفتحش الحلقة ويختم مع نفسه نقول أن في منافسين لحد زي ما بنقول محتملي لحد نشوف إزرو فطبعا عندنا مباراة الزمالك وبيرامدز مباراة شهدة أمور خارج الملعب وداخل الملعب خلونا في الأول اللي داخل الملعب ونشوف ضربة الجزاء اللي كان يعني فيها احتمالية كبيرة جدا 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 ان هي تكون موجودة لبيرامدز تعالوا نشوف الحالة ونشوف تعقيب كابتن أحمد الشناوي الأول عليها اللعبة دي مهمة جدا ليه؟ آه فيها عرقلة ولكن الكرة فين؟ كانت خرجت بره آه خرجت بره والرجلة ايه؟ بتعرقل بالشكل ده بس بعد خروج الكرة خلينا نقف بس في الحتة دي دي واحد نقف دي واحد نقف فينا دي واحد الكرة لما خرجت بره والنهار ده عرقلة اعكس بقى لو العرقلة اللي بره والكرة اللي جوه الخطأ يحتسب إذا كان ضده مهاجم وداخل بشكل عموية داخل منطقة جزاء الخصم هتبرك للجزاء لو الاتنين اللعيبة بره بره حط الملعب يعني لو كرة دي جوه والمدافع مع المهاجم بالشكل ده المخالف بره الملعب هتحتسب مدامة الكرة داخل الملعب جميل فبالتالي هنا الخطأ مش موجود العقوبة طبعا الحاجات دي مش هتحس بحاجة إلا إذا الحكم الده انصار حاجة من دي خبر لكن عقوبة فنية ما فيش يعني الواحد أحيانا أصلا بالطبيعي كده بتختلف مع كابتن أحمد الشناوي فدخل كابتن أحمد الشناوي وابن عالفار اللي ما استدعاش في اللقطة وما استدعاش في اللعبة بحيث أن هي تتشاف لأن كلام كابتن أحمد الشناوي أنا شاف أنه هو اكتزاء كبير جدا 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 للصورة وينحياز أكتر منه للعبة هو لفكرة وجود عمر الشناوي عالفار إلا يا جماعة يعني إحنا قلنا كده يعني في حاجة حتى أنا دايما ضد فكرة تشبيه القضاء بالحكام يعني ده طبعا مقام وده مقام ولكن فكرة أنه أنت في حرج يا أخي استشعر الحرج والمفترض الأمور الفنية جماعة ما يكونش فيها النوع ده من الحرج يا أساني بصوا أنا هلتمس لعزر الكابتن أحمد الشناوي لأنه قبل فأنا بشوف ما أنا زنبنا إيه؟ ما أنا لسه أقول لك بقى بقى أنت مش سألت فأنا بشوف يا جماعة ارفع الحرج على الكابتن أحمد الشناوي هو حقيقي صعب أنه هو يطلع يغلط ابنه يمكن الكابتن أحمد الشناوي طلع في مباراة سابقة كان ضحيتها النادي الأهلي كالعادة من أخطاء الكابتن عمر الشناوي في تقنيه الفيديو يا مباراة الأهلي والبنك أكرر أن هدف أي من أشرف خطأ برغم أن ميلو سلامة كان فاتح يدين لتنين وهو على بعض يا أرضتين أنه ما فيش أي أخطاء وكمان جاء أخطاء خبراء تحكيم ومنهم قبيلة تحكيم أجنبي قال لي يا جماعة لو الهدف ده لم يحتسب خمسين في المئة من أهداف العالم لن تحتسب فأنا مش قادر حتى يزير لحظة وأنا عندي جدول المباراة وجدول الحكام أن أنا أبعد الكابتن أحمد الشناوي وأنه حل أخطاء عمر الشناوي أحنا مش بنشاكك في زم تحد لكن ده أب يا جماعة أب عايز ابنه أحسن منه عايز ابنه أحسن منه فهل تقدر تقول أن الرجل ده ممكن يتجرد من المشاعر في اللحظة دي بغض النظر الكرة كانت إيه لأن أنا قصتي مع الكرة دي واللي حصل فيها لبس وهنا بقى قصة أنت عايز تطلع إيه بالقرار لو أنت عايز تطلع القرار أنه قرار صحيح فهتروح للي راح له الكابتن أحمد الشناوي وراح له للأمانة الكابتن ياسر عبد الرقوف أن العرقلة قدم اليمنى في القدم اليسرى قدم محمود علاء اليمنى فهيجي يقول لك أصل القرى بره وأنا بقول لك مبدئيا أنت ما تقدرش تجزم من القرى دي بره بمحيطها بكامل محيطها ولا لا الزاوية دي ما توضحش بره ولا لا طيب فيها جدال فيها جدال عمر بسيوني شاور لحارس مرمى الزمالك وقف نراجع احسبوا كده كام ثانية اخدها المراجعة في اللي احنا بنتكلم فيه ده لم تتخطى 30 ثانية فده شغل مين شغل حكم تقنية الفيديو استسهال صدور القرار بالشكل ده لا بيصير التساؤلات انت راجعت الحالة كويس حد راجع الحالة كويس والحقيقة أنا كنت مع وجهة النظر دي وشايف أن الخطأ في ركلة الجزاء من القدم اليسرى أولا لمحمود علاء في قدم اللاعب اليمنى كريم حافز في اللقطة دي كانت القرى بكامل محيطة داخل أرض الملعب ليه ما رحلاش تقنية الفيديو ليه ما رحلاش الكابتن أحمد الشناوي ليه ما رحلاش الكابتن ياسر عبد الرقوف طبعا اللي رحلها الخبيل التحكيمي الكابتن جهاد جريشا فتعالوا نشوف رأيه التحكيمي في الحالة دي محمود باسيونو الطامر اللي كان معاه محمود عمل مباراة جيدة جداً اختلافت معاه في اللعبة هي مؤثر عملية المباراة لكن هو الانظارات كانت مستحقة طرد محمود علاء كم مزبوط تهديراته طول الوقت في الانظارات والقارات الإدارية مزبوطة لكن اختلافت معاه في اللعبة مهمة جداً في المباراة باسيونو محمد يمكن محدش خد باله منها كلام تعالى ننرف تحليل في الدياة 45 شوط الأول محمود علاء بيخش بتهور برجل الشمال في رجل مهاجم بيرامد يصطدم بالرجل المعيار بالنسبة لنا هل الكورة كانت في الملعب ولا خارج الملعب فلاحظة التصادم باسيونو محمد الكورة كانت على خط منطقة المرمى يعني لسه في الملعب وبالتالي كانت ركل الجزاء صحيحة لم تحتسب الركلة دي لا يمكن حكم في الملعب يحتسبها صعبة جداً على أي حكم في الملعب اللقطة دي لقطة الضبار كان لازم عمر الشناوي يدخل ويستدعي فيها محمود باسيوني ويشوفها واحتسب ركل الجزاء صحيحة البرمت زي لم تحتسب هي مؤثرة في ذكر المباراة النهاردة بتكلم ماشي الإسماعيلي وزيد قبل كده أو زيد والإسماعيلي كان فيه ركل الجزاء لم تحتسب لزيد ما أصرتش عن مباراة لكن النهاردة بنتكلم أن فيه ركل الجزاء الصحيحة اللي بارمت زي لم تحتسب وأصرت عمرتي مباراة خليك من الصورة دي لأن الصورة تحطت بشكل خاطئ جايبين رجله اليومنا ولكن لو سمعت كلام جهاد جريشا بإنصاط الرجل راح لرجل أو قدم محمود علاء اليسرى في قدم كريم حافظ اليومنا وبالتالي القرى كانت داخل أرض الملعب وبالتالي تطبق القاعدة ويتم مراجعتها وعجبني جدا أنه هو حمل المسئولية لحكم تقنية الفيديو لأنه للأمانة للأمانة الحالة دي صعبة على حكم الساحة صعبة للملابسات اللي داخلت فيها ولكن مفيش مشكلة إحنا كالعادة يعني بنشوف إثارة الجدل التحكيمي في المباراة بتروح دايما من أول الموسم لمين يعني إحنا عندنا ثلاث مباراة فيها إثارة الجدل التحكيمي فطبعا كان طرف نادي الزمالك وبرامدز اللي هو الاتنين كانوا ممكن محتاجين الفوز عشان نشوف مين قادر أنه هو يكون منافس النادي الأهلي هذا الموسم لكن يعني الاتنين وصلوا لنتيجة التعادل لأن النتيجة الأفضل طبعا بالنسبة لنا كأهلوية إن الفريقين كل واحد يفقد نقطتين ولكن الأمور الفنية اللي شفناها بتقول يعني نتطمن كتير إن شاء الله لكن مش هنحكم برضو على مباراة في الجولة الأولى كان يهمنا الجدل التحكيمي يا فارس ويهمنا إننا نسمع رأي خبير تحكيمي في كل الأحوال دي كان على الأقل على الأقل الأمر يستدعي وقت للمراجعة أنا خلي بالك وضعت لك في الفيديو الأولاني كابتن أحمد الشنوي اكتزأ التحليل هو تحليل اللي قاله يا جماعة قائمة على الاكتزاء هو أجاب لك صورة شرح عليها ووجهة النظر اللي أنت لما تسمحها هتوصل لنفس النتيجة عشان كده وسامة في الفيديو التاني قال لك لا السورة اللي أنت بتشوفها مش هتوصلك لليقوله كابتن جهات جريشا ده طريق كابتن أحمد الشنوي الصحراوي فهتطلع من الحالتين إن هي ما فيهاش راكل الجزاء ولكن اللعبة كان فيها راكل الجزاء وأنا باتفق مع تحليل كابتن جهات جريشا والكلام اللي قاله اسامة إن اللعبة كانت تستحق راكل الجزاء ولكن كان فيه أيضا جدل حول محمود علاء في الكروت اللي خدها خلال المباراة تعالوا نشوف الإنذار اللي خده محمود علاء في الأول كان مستحق ولا لأ نطلع ونسمع كابتن ياسر عبد الرقوف كان بيقولي الكرة فينا كابتن سير طيب في مخالفة ولا فيش مخالفة فيه يبقى فيه قرار فني لأ طالما الكرة خرجت بره الملعب يبقى خلاص يبقى كل حيحصل بعد كده ده ملوش أي اعتوار عندي كروت بس بالزبط ولكن برضو هتبقى مش مكنعة بالنسبة لنا يعني تخيل حقيق النهار ده خلاص فيه آه فيه رجل محمود علاء تستحق فعلا انذار ولكن تخيل أنا كحاكم مش حاسب ركل الجزاء والناس ما عندهاش اليقين ان الكرة تعدد خط المرمى وبعدين كمان أنا أجي أدي انذار أبس هو تقول عنيف يعني هو داخل أنا معاك وراء أو ألم وراء أو ألم أدي انذار تمام بدون طبعا احتسام مخالفة ان الكرة خارج الملعب ده وراء أو ألم ولكن عملي وإقناع لا حامل زي بسوني ما عمل وأعتقد ان بسوني أساسا ما شافش التفاصيل احنا منتكلم فيها دي يعني ولا هو شاف ان الكرة خارجت ببرة ولا هو شاف ان فيه مخالفة هو شاف ان الكرة ركلت مرمى والأمور طبيعية جدا طيب هنا الكلام مش في الحالة فيما يخص ركل الجزاء هنا الحالة استحقت وجهة نظر من كابتن ياسر عبد الروف ان الحالة استحقت انذار طبعا بقى فيما يخص بسوني شافها أو لا دي مش قصتنا ولكن قصتنا ان اللعبة أصلا استحقت انذار لمحمود علي انا اتوقع ان باسيوني كان مستني يشوفكم فرم من عمر باسيوني عشان يعرف الكرة خارجت ولا لا لكن هو اكيد كان شايف ان فيه عرقلة عمر الشناوي يعني ان هو كان شايف ان فيه عرقلة ويمكن عشان كده انا بحمل الحالة دي كاملة لحكم تقنية الفيديو والعمر ومحمود باسيوني حكم الساحة انه تغاضى عن انذار لو افترضنا ان القرة وعايزين نسمع اللي تقال في تقنية الفيديو ايه ياريت يبقى عندنا القصة دي ونرجع لها تاني لاننا بقنا نشوفها بكل معظم الدوريات اللي بتتطور بقيت تسمع دلوقتي الحوار اللي بيتم بين حكم تقنية الفيديو وحكم الساحة ايه اللي تقال من عمر الشناوي عشان يدي كنفيرم على قرار باسيوني ايه اللي تقال تقال له القرى برا تقال له ما فيش التحام ايه اللي تقال له بالزبط في التلاتين ثانية اللي احنا عادناهم دور ولا كان بيشوف شي يعني برضو عشان نبقى عارفين ولا كان مضى ومشي يعني مش عارفين القصة ايه بالزبط ولكن في النهاية خبراء التحكيم قالوا حتى لو القرى كانت خارج ارض الملعب برغم ان ما عنديش صورة توجز من القرى خارجت بكام استدارتها هنا فيه قرار اداري انزار مستحق المحمود علاء ليه بنجيب الفيديو ده وبنقول لكم الكلام ده وجبنا تحديدا من كلام الكابتن ياسر عبدالرقوف راح في الفيديو اللي نشوفه دلوقتي لتشكيك في حالة طرد محمود علاء نطلع ونشوف كابتن ياسر عبدالرقوف هيقول ايه ونشوف محمود علاء عمل ايه عشان ياخد عليه انذار طبعا هو محمود علاء معترض على الانذار لانه هو ما عملش حاجة نستحق حاجة انذار ده من وجه يتنظر دي بداية الحالة هي وبعدين فيه كرة تانية داخلة جوه منطقة الجزاء طيب اختصارا تمام محمود علاء كل اللي هو عمله انه هو رمى الكورة جنب خط التماس وسبب تمام بس يوني فوجئ بالكورة ان هي داخلة منطقة الجزاء ده الانذار التاني فوجئ بان الكورة داخلة منطقة الجزاء كورة تانية فاعتقد ان محمود علاء هو انه هو الرماء هو الرماء ولكن الحقيقة لما حنشوفها تاني وحنعيدها تاني بعمل ايه مش مشتري خالص النضاي هو اللي العابة يعني انذار ظالم انذار غير مستحق ولكن انا نصيحة عايز اوجيها للعليم والفار يا كابتل ما يدخلش في الوقت ده جميل سؤال حلو من ضمن مهام حكم الفار انه هو يدخل فيه تحديد الهوية المفترض الاجراءات ان انا كحكم وانا بكتب الانذار بتاعي بكتب سبب ايه يعني انا بقول محمود علاء علشان تعاطي الاستقنام في اللعب علشان هو والذي يكون راجع الفار فالفار سمعه لما يلاقي ان هو بيقول محمود علاء لازم ينبيه ويقول له لأ ده نضاي هو للعب الكورة صح بالزبط كده ايه صح نضاي للعب الكورة فنضاي هو اللي صحيح الانذار فالحكم يصحح هو هنا يعني الكابتن ياسر عبد الرقوف اعتمد على قصة ان القرى اللي لعيبها نضاي بقدمه والحقيقة القرى دي كانت ممكن تكلف نادي الزمالك راكل الجزاء لو كانت تقاربت شوية من اللقطة اللي حصلت ما بين مهاجم الزمالك ومهاجم بيرامدز ومدافع الزمالك لكن هو استبعد مين اللي جاب الكورة اصلا حطها في ارض الملعب مو تعطيل اللعب ده ايه ان انت بترمي كورة تانية داخل ارض الملعب محمود علاء هو اللي رمل كورة اصلا داخل ارض الملعب وانضاي كمل عليها فالمفترض اللي اتنين يتم انذارهم انذار محمود علاء وانذار انضاي والحقيقة انا جماعة المشهد ده لما كنت بشوفه كتير في مرات الزمالك وبرامدز من حامل الكورات التابعين لنادي الزمالك فكنت بقول يعني بلاش يا جماعة تدوا تعليمات لحامل الكورات يعملوا السلوك الغير الرياضي ده غير الرياضي ده فلما لقي اللعبة نفسها بقى هي اللي بتعمل الكلام ده يعني لا صح حقيقي بجد لا صح ولا يليق بنادي اللي هوما كانت في الدوري العام وحق 14 بطولة تقريبا على مدار تاريخ الدوري العام فالقصة بالنسبة لي قصة محتاجة يعني احترام للمنافس اكتر من كده واحترام لامكانياتك انت كلاعب في نادي الزمالك اكتر من كده ده انا بشوفه انه بيقالل او من قدرتك فانك تواجه منافس لك على ارض الملعب فبتلجأ لمثل هذه السلوكيات لكن كابتن ياسر عبد الروف كان عايز يقول ان محمود علاء لا يستحق الانذار الاول برغم ان الكابتن ياسر عبد الروف في كرة في كرة ركلة الجزاء قالك بما ان الكرة برا فكان فيه قرار اداري لازم يؤخذ لمحمود علاء وهو انذار انا بشوف ان محمود علاء كان يستحق التلات انذارات الانذار اللي في كرة ركلة الجزاء الانذار اللي اضطرت بسببه والانذار اللي كان مساهم فيه مع نضاي في انه يعمله سلوك غير رياضي وهو تعطيل اللعب وده وحد في الكرة داخل الارض الملعب وكملها ابراهيم نضاي الحقيقة فاستعرضنا ده عشان نوضح ان الاخطاء التحكمية والجدل التحكيمي من بداية الموسم بيتوجه لأي مبارات لكن نكملين افا نكملين اكيد ولكن الاساسي اللي انت توصله ان محمود علاء استحق التارت يعني انذارين تلاتة اخذ الحد الادنى من الانذارات يا جماعة عشان بنبسط قال له هبسط هالك للناس تفكر ان هو كان ياخد تلاتة انذارات مبتالية الله هبسط هالك لان خرجت الناس اتكلمت ان محمود علاء لم يكن ليستحق التارت طبعا ده كان كلام كالعادة محاولة يعني ان احنا نشوف حاجة بعينينا غير اللي حصلت ولكن كان فيه بقى عجب العجاب يعني انا بشوف هو بعيدا عن تحليل كابتن سابير عثمان اللي حنقف عنده لان يمكن ده الاغرب من قرار ابراهيم نوريدдين نفسه لان ابراهيم نوريددين ده انا مسميه كده ايه سايد قراره هو كده الراجل مع نفسه طالع كده السنة اللي فاتت مع عميده قال انا لو بbeitمد مرقبين ولا بعتمد لئجان انا اللي انا عايزه بعمله يعني تحس ابراهيم نوريددين كده اللي هو انا معاك و بحكم و اللي عجبه عجبه للمانا من الحكام اللي أنا بشوف إن هي ما بتطورش من نفسها من الحكام اللي أنا بشوف إن يعني شفتله لقطة يا أسامة في المباراة في طريقة التعامل مع اللاعب وطريقة الكلام أنا غريبة جدا بالنسبة لي يعني رد فاعل وردود فاعل إبراهيم نور الدين يعني راعد مش بيتكلم في اللاعبة بس أنا فعلا بحي اللاعب اللي بيكون عنده ضبط النفس مع إبراهيم نور الدين لأنه بالبلدي كده يعني بيستفز اللي قدامه طريقة فيها يعني جماعة مش كل الألوان لأن في لعبة تانية بتؤخذ بالأحضار يعني الصداقة لها لها أسامة حاجات لازم في الملعب أنت تعديه فلا إنما والله بجد يا جماعة أنا بتكلم إن الحكام لازم على المستوى النفسي والمستوى السلوكي ومستوى التعامل يكون فيه كلام معاه يعني إحنا بنشوف أكبر الحكام في العالم شفنا مارشينياج جاه هنا أدار مباريات غيره بقى من الحكام مش عايزين نقعد نقول أسماء حكام يعني شفنا الحاكم إزاي واثق في نفسه وإزاي التعامل الهادي يمكن أنا شفت له اللقطة دي مع ميسي يعني ده ميسي فكان التعامل مع ميسي لطيف جدا اللي هو لو ميسي عمل أي حاجة هتعد ولكن اللي بشوفه محتاج قبل فنيا وتحكميا على مستوى التعامل النفسي والسلوكي إبراهيم نوري دينا يا جماعة محتاج وقفة كبيرة جدا ولكن الحالة اللي جوها المباراة وضربة الجزاء اللي احتسبت للإسماعيلي أنا بقول لنادي زد والله أنت عديته يعني أنتوا فلتوا من المباراة دي لأن ما حدث مع زد في المباراة سواء للحالات اللي احتسبت عليه زد رجلة الجزاء دي أو اللي لم تحتسب ليه تخلينا نقول أن زد خرج بالنتيجة المستحقة ليه رغم ظروف صعبة جدا نطلع ونشوف رجلة الجزاء المحتسبة اللي نادي الإسماعيلي واللي شافها إبراهيم نور الدين واللي كمان كابتن سامير عصمان بيقول فيها إيه والسؤال أنت مقتنع باللي بيتقال وانت بتفرج ولا لأ هاعتمد على تمركز إبراهيم نور الدين فقط فيها الكرة طبعا دي في ناس هيقولوا ده تحايل في ناس هيقولوا ما لمسوش فيه كل أنا هلغي القصة دي كلها وهتكلم على نقطة واحدة الكرة دي من الكرة السريعة اللي صعبة اللي جاتلي أصلا أنا في مهوراتي أثناء فترة التحكيم اللي أنا متأكد إبراهيم شاف حاجة صعبة كل الناس ولا هيبانا هنا في خطأ الخطأ هنا أما نيجي نبص قدم لعيب نادي زد اليسرى اللي هي القدم اليسرى البينة من الحزاء اللبني غالبا بنسبة كبيرة جدا لطشت الرجل لعيب نادي الإسماعيلي هاي اللي خلت بعد كده رجل وليمين تخبط في الرجل الشمال كرة صعبة جدا أي واحد هيبص من أول لقطة هيقول لك لا ده رجل وليمين خبطة في رجل الشمال بتاعت الإسماعيلي إنما في لحظة بتاعت التلامس الأولينية قد تكون هي لعملة الحدث دي قد تكون يعني أنا متخيل إن أنت بتبدأ تحليلك بفكرة إنك بتعتمد على رؤية إبراهيم نور الدين طب ده إحنا شفنا في مباريات بعيننا كان إبراهيم نور الدين بيتحدى الناس كلها برؤية وقرار وشفنا في المباريات الزمالك واسموحة وغيرها في اللعبات إحنا شفناها بعيننا والجميع طلع قال له إنه قرارها غلط والرجل كان بيجادل في قراره فهل ده نفسيا يا كابتن سامير وهل تحليليا يخليك تصق في رؤية كابتن إبراهيم نور الدين وإنت عندك شواهد لنفس الحكم في اللعبات إنتوا نفسكوا طلعتوا وقلتوا إن إزاي القرار كده واللعبة كانت واضحة وهو أخذ قراري العكس فيبقى رأيه وتفسيره لللعبة حجة بالنسبالك إن أنت تقول اللعكس عينك عشان أنت مسدق عينه يعني أنا نفسي مش مستوعب المنطج بص انت عارف طبعا أنا يعني بحترم كابتن سامير عثمان قديك خبير تحكيمي ولكن يعني أنا مختلف معاه في استخدامه ومصطلحاته إلا أنا ممكن أرجعها لأسباب متعلقة إن ربما مش عايز يقصوا على التحكيم من أول جولة في جولات الموسم يعني وإن كان له أراء أيضا يعني تحكيمية هنستعرضها دلوقتي شايفة الرؤية مختلفة وشايفة إن في أخطاء تحكيمية لأن أنا في وجود تقنية الفيديو ماينفعش من وجهة نظري كخبير تحكيمي أبدأ أقول غالبا أنا شايف إن ممكن يكون في لمسة لأ هي القصة كلها برضو ودي ممكن يعني نوجهها الكابتن سامير عثمان أنا عامل تقنية الفيديو على أساس إن أنا لو عندي صور وفيديو مخالف لقرار الحكم أستدعيه تحليلك للحالة بيقول إن إحنا مش شايفين راكل الجزاء مش شايفين تلامس برغم إن التصوير جايت جدا وده من مميزات يعني الموسم الحالي وربي يستمر على هذا النحو لنهاية الموسم الحقيقة لأن مهم جدا يكون عندك تصوير جيد عشان يكون عندك منتج جيد ولكن كل ده يجتمع بالجماهير مش عايزين راح نقضي لوقتي ولكن التصوير كان جاية والزوية جات من أكتر من زوية وإبراهيم نور الدين كان منتظر حكم تقنية الفيديو وديله قرار فالحقيقة أنا مش عارف على أي أساس بما إن ما فيش تلامس واضح في الصورة اللي وصلة من أكتر من زوية لحكم تقنية الفيديو لم يسترعي إبراهيم نور الدين يديله مساحة لرؤية تانية حتى لو إبراهيم نور الدين وقتها كان خد نفس القرار فعلى الأقل حكم تقنية الفيديو وعمل شغله الحقيقة أنا شاف أن الكرة من وجهة نظرنا مش راكل الجزاء برغم أن المتنافسين في المباراة ما لهمش علاقة بالنادي الأهلي أو هيأثروا على نادي الأهلي في نتاجتهم في أي شيء وبالتالي أنا شفت أن تصدي علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي السابق وتقلقه في أول مبارا في الدوري مع نادي زد أنقذ إبراهيم نور الدين وأنقذ التحكيم المصري من ورطة مؤسرة في نتيجة مراكرة تغير بشكل كبير جدا وعشان كده كان مهم أننا نوضح الأخطاء التحكيمية من بدري في مباريات الدوري الجولة لكن عندنا خطأ تحكيمي أيضا لا يختفر لإبراهيم نور الدين والحكم تقنية الفيديو في نفس المباراة زد والإسماعيلي نطلع نشوف برضو رأي كابتن بأسامير عثمان في الحلقة دي مطالبة زد لركلة جزاء في ركلة جزاء ولا لا في لعب كرة بالإيد هل في الإيد راحت ولا حرقة أو في مكانش فيها حرقة ولكن نيجي نبص من التصوير الأولاني هتلاقي في حرقة متعمدة من لعب نادي الإسماعيلي حرقة إضافية وركلة جزاء الإيد التي تحركت نجيب التصوير اللي قبلها هي اللي بيينينا أن حرقة لعيب نادي الإسماعيلي رايحة للكرة وبالتالي لازم هنا يركل الجزاء إبراهيم صعب حتى لو تأديره ما جابهاش لازم هنا فيه حاجة مهمة جدا حكم الفيديو ناديه لأن راك الجزاء لم يتم احتسابها هل 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 شفتوا حد من الإعلام نصب برامج وساعات وسرد أخطاء تحكمية في مباراة الإسماعيلي ونادي صاعد لأول مرة حديثا للدوري كان ممكن يتعرض للظلم يحرمه من تحقيق أول فوز ليه في أول مباراة يديله دوافع حد تكلم في الإعلام عن أن النادي الإسماعيلي على الأقل عليه راكل الجزاء واضحة وصريحة من تحرك يد اللاعب المدافع محدش يتكلم لكن لما حصل مجرد جدل تحكيمي اعترف اللاعب بنفسه ومدير القرى لللاعب بأن القرى جات في إيده في هدف الإسماعيلي داخل مرمى النادي الإعلي الإعلام سرد مش حلقات أيام يتكلم في القصة دي والبعض طلع يتحدث بمنتهى التهكم والخروج عن النص المعهود في مباريات النادي الإهلي هل سمعتوا حاجة من دي حصلت؟ ولا تسمعوا حاجة من دي هتحصل القصة كلها أن الناس دي قصتها ومشكلتها وأزمتها الحقيقة هي البطل هي النادي الإهلي لازم نضخم نفسنا أمام النادي الإهلي لازم نستفيد من أننا بنلعب مع منافس اسمه النادي الإهلي والإعلام لازم يستغل القوى الجامهرية اللي عنده النادي الإهلي حتى لو الكلام ده مبني على أنك تستفزهم المهم أنا حقق المشاهدة حقق ترند حتى لو كان سلبي أنا ما أقدرش أعمل أصلا أي ترند غير إنه سلبي فعشان كده إحنا بنجيب لقطات من مبارات أخرى ونوضح إن في أخطاء مؤسرة محدش بيوقف عندها حتى مبارات للتحالي السراميكا فيها ركل الجزاء وضحكت ممكن تطلع النتيجة تعادل ومؤسرة وبراء خبرية التحكيم ومحدش بيوقف عندها فإحنا هنا بنوضح لكم الأمور اللي أنتو بيتفهمينها كويس قوي هي بطدار إزاي لكن لعل رسالتنا المتكررة تخلي كل مسؤول في الإعلام الرياضي والمجال الرياضي يتحلق بالمسؤولية يتحلق بقليل من الموضعية يتحلق بقليل من الشجاعة نشوفكم بعد الفصل ورجعنا لكم والأهل خطة أحمر وأكيد يعني كان هناك مشاهد في مبارات الزمالك وبرامز تستدعي وقفة تستدعي وقفة وتستدعي نفس النقط ونفس الحدة اللي بنشوفها عند كتير جدا من ناس اللي أنا بقول بتستسهل الكلام عن نادي الأهل وأسوأ شيء يا جماعة أن يكون في حد عنده ضوابط وعنده أخلاق وعنده معايير وعنده رفض لبعض الأمور فتبتزوا بيها مش من حق أنا عندي معايير الداخلية زي وقعت الشحات أن النادي الأهل خرج بعقوبة قبل أي حد زي ما عملها قبل كده كتير جدا النادي الأهل في تاريخه وحتى في مباريات كابت براهيم حسن كنا باللعب منتخب المغرب والنادي الأهلي مش طرف ده لعب مع المنتخب خرج القرار من النادي الأهلي بعقوبة قبل اتحاد الكورة نتيجة التصرف مع الجمهور المغربي ولكن اوعى تبتزني بأخلاقي ويوعى تبتزني بدوابطي هذا ما يحدث إعلاميا مع النادي الأهلي الأمور اللي تخص النادي الأهلي بتلاقي كتبت المقالات أقلمهم يعني بتجلد اجلد في كتابتك وقول ونكل باللاعب وطالب بالعقوبات وطالب بتغلز العقوبات حاجات تانية بنقول مشهد يعني ملوش لازمة يعني ما كانش لازم يحصل كده طب ليه ده في آخر المباراة وتلاقي الناس بتجيب ده وبتجيب ده عشان تصالح ما بينهم تلاقي الناس بتجيب ده وتجيب ده عشان تقولك ان المشهد كان مرفزة ملعب وما حصلش حاجة ومكبرينها ليه إنما مع النادي الأهلي ده ما بيحصلش بتلاقي مسؤولين بتلاقيوا يتكلموا في القنوات وقولك حسين الشحات أخلاقيا اللي حصل بتلاقي عضو اتحاد كرة زي كابتل حازم إمام بيهاجم لجان الاتحادة جماعة بيهاجم لجان الاتحاد اللي بيعمل فيه عشان عقوبة زي كهربا ولكن دمجة إنسة مشهد زي مبارح إنسة وده اللي انتوا حتشوفوه كان لازم تعيشوا معنا الأحداث عشان تفهم ان احنا ما مش جايبين لك حالة وقع برامد زو المشدة واسمة عشان نقول للناس أصل ده لعيب أو ده جهاز فني مع جهاز فني وبنتكلم في الحالة دي احنا بنتكلم هنا في قضية عادلة وهي ازدواج المعايير مع النادي الأهلي وابتزاز النادي الأهلي في كده بس يا فارس يعني انت كمان الجانب الآخر لما بتتكلم يعني أعتقد وصلة الصورة كاملة لجماهير كرة القدم المصرية إن أمر برامدز متعلق متعلق بالنادي الأهلي فقط لغير أنت لما بتتعرض فقط لأي حاجة فيها أي شبهة أي حاجة في النادي الأهلي في مباراتك مع النادي الأهلي بتطلع بتسخر كل جهودك إنه هما يهاجموا النادي الأهلي لدرجة أنت بتسخر كمان المدير الفني الأجنبي اللي قادر قادر بالتلقين إنه هو يطلع في مباراة النادي الأهلي متعرض فيها لظلم تحكيمي زي مباراة السوبر بعالم احتساب راكل الجزاء واضحة وطرد كان ممكن يكون للشيبي من الشروط الأول ويطلع وقالك احنا تعرضنا لظلم تحكيمي في وجود طاقب تحكيم إماراتي إماراتي ونادي بيرامدز فتخيل لما مديرك الفني يطلع يشتغل على ده يطلع يشتغل في قرأة الدور يقول لك أنا عايز مبقاة زي النادي ما يذكرش اسمي ده اللي يقول لك ما يتأجليش المتشاط اللعيبة بتاعت يا بتروحش المنتخب أنا عايز عدالة وحضرتك كنت شايف على أرض الملعب عدالة يا راجل ده القرى بتاعت محمود علاء دي لو معهم دافع للنادي الأهلي في مباراة بيرامدز كان زمان شغالين عليها لغاية دلوقتي ومستمرة مش بس نادي بيرامدز وإعلام يا جماعة الإعلام وصل له صورة أصلا عارف أنت العقل البطن عارف اللوعي بتاعك أنت خلاص متخزن فيه أمور متعلقة بيرامدز يبقى الأهلي لدرجة لما تبقى قاعد بتفرج على الاستوديو التحليلي يتقال عبدالله السعيد أحزن جماهير النادي الأهلي طبعا المفترض إن الأهلي مشترا في المرابس ده بيوضح لك اللوعي فيه إيه العقل البطن فيه إيه فتم استدعاء العقل البطن على طول في وقع العبدالله السعيد اللي لم يحزن جماهير الأهلي على الإطلاق الحقيقة يعني والأهلي ما لهش علاقة بالقصة دي أو جماهير الأهلي لاه علاقة بالقصة دي وأفضل نتيجة عايزة جماهيرنا ده لأن الفرقتين يتعدلوا وده ما تحقق لكن أنا بقولك بقى رضو الأفعال إيه ما فيه شروط أفعال ما سمعتش مداخلة لكابتن هاني سعيد خير طب مننا عليك فين حضرتك إيه إيه فين حضرتك هي المداخلاتك الخاصة بس بالانفعالات والعصبية ما بتجيش بعد النادي اللي له خير عليك بتيجي فقط لغير بعد مرات النادي الأهلي اللي له خير عليك لكن مع الزمالة القصة حتى لو حصلت خناقة حتى لو تعرض حد للضرب ما فيهش ما فيهش خالص القصة مش موجودة عمري باسيوني أنا مش هنا يعني أنت أو أنتوا بتشوفوني يا رماتشات الأهلي أنا مش موجود يا جماعة ممدوح عيد لا 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 أنا قصتي الأهلي فأعتقد الصورة بقت واضحة بما فيه الكفاية أن النادي بيرامدز علاقة مسؤولية خاصة بالنادي الأهلي الدعاء المظلومية مرتبط بالنادي الأهلي التلقين للمدرين الفنيين باتشيكو ما هو إلا نموذج فهتكرر غيره 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 وهيجي تصرحاته وكلامه النادي الأهلي إحنا ما عندناش مشكلة لأن دائما وأبدا الشجرة المصمرة هي اللي بتقذف بالحجارة والنادي الأهلي مش شجرة مصمرة النادي الأهلي عمود خيمة الكرة المصرية والحقيقة للأمانة يعني الخناقة برضو مع النادي الأهلي التكبر أنا قلت لك قلت لك الحلقة اللي فاتت لما بنتكلم عن باتشيكو اضرف في الأهلي عشان تجبر ودي فكرة يا جماعة أنا عايز أوصل أن أنا منافس مع الأهلي وقلتها من شوية كلمة منافس عايزة حتى مع النادي الأهلي ما هو احترامي أنا حتحط في جدل مع نادي الزمالك نادي الزمالك يعني كل عشر سنين بياخد دوري يعني أنا لو ده طموحي يبقى ما بدأش فأنا طموحي النادي الأهلي وهدف النادي الأهلي وده واضح وصريح ولكن يبقى في إطار تنافسي وفي إطار أن في كل مرة بتشوف أن المعايير مش واحد كل مرة بتشوف أن مشكلة نادي بيرامدز وكأن الموضوع كله يتعلق في مباراة الأهلي ما هو أنت عندك مشكلة مش فاهمها أنت مش هتبقى بطل غلاً عديت بقية المباريات وتعاملت في نفس الأحداث وخدت حواك في بقية المواقف عشان توصل للنادي الأهلي إنما أنت فاكر البطولة هي ماتش الأهلي لا اللي بطلته ماتش الأهلي بس عمره ما هيجبر واللي بطلته ماتش النادي الأهلي بس عمره ما هيبقى عنده في السيفي تاريخ لما بتقعد تكلم مع حد حبش النادي الأهلي يقولك أصل بيرامدز يكسب النادي الأهلي في ماتشات طيب ما هيكسب النادي الأidé في ماتشات إنما أنا عملت إيه لما جيت لي في الكاس خدت منك بطول لما جيت لي في السوبر خدت منك بطول أنت عملتي أixe أربعة ولا خمس سنين ولا حق وأرجع للقصة دي واتكلمنا فيها كتير فيما يخص هاني سعيد للأمانة هاني سعيد وكأنه يعاقب النادي الأهلي على انه هو معرفش ياخد عوده من عبد منصف هيجي النادي الاهلي. يعني احنا زنبنا ايه? انت كان عندك رغبة غير طبيعية. اول ما النادي الاهلي لمحلك بس. رغم انك كنت انخلص كل حاجة مع الزمالك وقتها كان عادي النادي الاهلي حق يضمك او النادي الزمالك. لما النادي الاهلي قبض رغبة بس عملت المستحيل عشان تاخد عودك من عبد المنصف. طب انت اللي معرفتش مش احنا احنا مالنا. خلاص انت معرفتش تخلص نفسك. والنادي الاهلي قعدته كده. خلص نفسك يا ابن وتعال. معرفتش تخلص نفسك خلاص. طب انت اللي معرفتش تخلص نفسك. بتعاقبنا احنا ليه? اه زعلان عالتاريخ. وزعلان ان انت افتقدت البطولات دي. وزعلان ان كان زمنك في حتة تانية. والسيفي بتاعك في حتة تانية. واسمك في حتة تانية. بس مش زنبين. يعني ما تطلعوش علينا. فاعتقد القصة واضحة وصريحة. ولكن نرجع بقى للتعامل الاعلامي المزدوج. والمعايير والهدوء الجميل جدا. لما نشوف الناس بتتكلم. فنسمع. كابتن محمد بركات. قال ايه? عن المشهد اللي شوفناه في الملعب. يعني ليه? بعد المطش والعركة اللي كانت حصلت. احنا الناس في الملعب اهي كانت لسه شغالة. وهي مع صفارة الحكم خلاص مساعد دخل. خلاص الناس دلوقتي اتوادي اوسوريو. رايح في اتجاه الديكة بتاعت بيرامدز الناس اتلمت. هو باشي ناوي جاي سبرينت من اخر الدنيا علشان يحوش. يا دي الصبح برضو جاي سبرينت. طبعا اللعيبة دي ما اتدخلتش في حاجة ولا عملت حاجة. انا اصد ان هم جايين برضو جايين يحوشوا. يعني جايين يشوفوا في ايه? وجايين يحوشوا الناس انها ما تمسكش في بعض. ولكن ايه اللي يوصل الموضوع لحد كده. يعني حتى يعني فكرة حتى لو بيرامدز بيعترض ان لعيبة الزمالك بتضيع وقت. وشايفين ان تضيع الوقت المبالغ فيه. طب ما فيه حكم في الملعب. ايه علاقة جهاز الزمالك? يعني لو العيبة بتضيع وقت. طب ايه علاقة جهاز الزمالك? انت عامل مشكلة مع جهاز الزمالك ليه? وجهاز الزمالك كبر الموضوع وقصور يرايح لدكة بيرامدز ليه? انما طبعا كله غلطان. والمنظر دوت ما ينفعش ان احنا نشوفه. والمنظر ده احنا بنشوفه في الاسبوع الاول. ازا يعني في الاسبوع الاول على طول. اللي احنا بنقول ايجابيات كتير. وحاجات فنية عجبانة. ومستويات فرق بتعلن عن نفسها مع عبدها فرق لسه صعدة بتعلن عن نفسها بشكل كبير. حاجات كويسة. فما ينفعش ان احنا نيجي نشوف المنظر دوت في الاسبوع الاول. ولازم يبقى فيه عقوبات ونشوف مين المتسبب في الموضوع دوت. ولازم يتعاقب من اول اسبوع على طول. حلو القعدة وكابتن محمد بركات اتكلم ان المشهد اللي حدث ما كانش ينبغي ان ازوري يروح. ما كانش ينبغي الرد. ما كانش ينبغي المشهد نشوفه في الملعب. ظاهرة سلبية تستدع قوبة. وهنا جزء انا بتفق معه فيه. وبتفق ان حلو جدا ان كابتن محمد بركات يتحرر بقى من فكرة ردود الافعال. ويبدأ يتعامل بشكل. هنا ما بتكلمش داخل اتحاد الكرة. داخل اتحاد الكرة يا جماعة دي امور تانية خالص. انها بتكلم على الهوى دون اي محزين. ولكن اللي حقف معاه عنده فكرة شيكابالا جاي حوش. يعني شيكابالا جاي حوش فينا يا جماعة. يعني الناس وحنستعرض بعد كده احنا شايفين بعيننا. يا جماعة فكرة ان شيكابالا جاي حوش. وعقوبات بتطلع من شيكابالا الموضوع مضحك جدا. يعني كأننا استثنينا شيكابالا من لقطة. طب ايه الهدف? او ايه الفكرة ان احنا كلنا نكذب حاجة شايفينها بعينينا. ونكذب حدث فيه حاجة متكررة. ده انت اول واحد كان لازم تروح له بالنقض هو شيكابالا. الا لو انت ما شفتش. ده قصة. بس انا في النهاية كمشاهد. ده مفترض تديني الامر كامل. وقبل ما تتكلم في الموضوع تلم بكل المبلابسات. ولكن يا جماعة ده اكتر واحد مفترض يتوجه ليه النقض في المشهد بتاع انبالح وشكابالا. ليه شيكابالا? لان دائم تكرار القصة. دايما موجود في الحدث. دايما موجود في الواقعة. دايما راح يعتدي على منافس. دايما داخل طرف في قصة. فتيجي تقول لي شيكابالا راح يحوش. راح يحوش ايه اللي هي جات في عيني يعني بيحوش ازاي. وبيحوش ازاي يا كابتن بركات. وانا لو خدت كلامك ده عالميا وربطته بالعقوبات اللي خرجها من اتحاد الكرة وعدم موجود اسم شيكابالا. ما يا جماعة برضو احنا كده مش بنروح لحتة صح. وانا بالعكس بحي فيك انك انت عايز تاخد المشهد لحتة صح. بس يبقى نتكلم في المشهد كله. انا بقولك اول حد لازم تقول اسمه واشكابال. لان هو اكتر طرف في المشهد ده كله متكرر. فاعتقد مفترض ان احنا لو بنرسط صورة نرسطها كاملة. مش هتكلم على اوزوري وعامل نتيجة والجمهور يعني خلاص مش على هواه. بس بلاشي كابالا عشان ده الحتة على طول الهجوم حييجي. والكلام حييجي. والنقضة حييجي. ومش هنستحمل الجمهور حيقول ايه. طب ما جماعة ما احسن الشحات ده لعب مميز في الاهلي. ما كنت بتقوله كل حاجة. بص هو انا مستبعد فكرة ما شفتش لاسباب هو اللي استدعى كلمة شيكابالا. اصلي ما شفتش ده يبقى انا ما استدعيش شيكابالا ولا استدعى عمل شيناوي وتجهلهم خالص. لكن انا طالما قلت شيكابالا جايحوش يبقى انت وصل لك الصورة كابتن براكات. والحقيقة فكرة لازم عقوباته من اولها كده ده شيء ايجابي جدا. كاعلامي يتقال وكاكتحات كرة وربطة قندها تنفذ. لكن فكرة ان شيكابالا جايحوش. اعتقد الفيديوهات واضحة جدا مع احمد الشناوي وبشكل واضح. وموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. وانا هنا برضو هقول حاجتين. الحاجة الاولى الجماهير الزمالكوية اللي لما بتسمع اي حاجة عن شيكابالا يقول لك اصل شيكابالا هو النجم هو الاسطورة. شيكابالا في اخر خمسين مباراة في الدوري مساهم في تسع اهداف. امام عشور في اول مباراة في الدوري مساهم بهدفين. تاني تاني شيكابالا في اخر خمسين مباراة في الدوري. يعني ممكن مسيمين. خمسين مباراة مساهم في تسع اهداف. امام عشور بسم الله اول مباراة مساهم في هدفين. يعني ممكن امام عشور في خمس مطشات مع الاهلي لو شد حيله يقصر رقم مساهمات شيكابالا في خمسين مطر. خمسين مباراة لعيبهم ولا خمسين مباراة كرقم? خمسين مباراة لعيبهم شارك فيهم. طيب ده بقى اربع خمس مواسم لشكابال. يعني اصدنت ده بتقول يمكن موسمين. بدأوا يلعابوا لفترة الاخيرة شوية. اخر نص ساعة. فيا ماشي ان كان عادل مواسم بقى لعيب لشكابالة. وعادة المباراة يعني حوالي اربعة وثلاثين اسبوع. فانا خمس مطرات ممكن يعديه مع النادل اهلي. مش في خمسين مطر. فبالتالي كلامنا مش ناتج عن قلق من تأثير شكابالة. بالعكس. ايكونة الحظ عند جامهري النادل اهلي في مباراة القمة شكابالة. وجوده في مباراة القمة مهم جدا بالنسبة لنادل. حتى لو اوفق وسجل اهداف. اهداف شكابالة ايه. معروفة. فالقصة ما لهاش علاقة بمستوى شكابالة الفني. لا علاقة باننا في لعيبة يعني بتعلق لها المشانة. اعلاميا للاخطاء. احنا هنا بنيجر عاقب لعبتنا قبل ما نتكلم. عملناها مع رمضان صبح وحسام عشور. فاول سنة لينا هنا في القناة في القالي خط احمر. وقلنا يتعاقبوا لما الجامهير اللعيبة شالتهم. وراحوا جنوا مع الجامهير في مباراة سوبر تلاها اتنين ريني فيلر. قلنا اتطبع لهم العقوبة. عملناها. النادل اهلي عملها مع حسين الشاحات قبل ما القرار يصدر من اتحاد كرة القدم المصري. وقلنا ما نش هندفع عن غلط. وعمرنا ما هنجمل صورة قبيحة. خدها قاعدة كده. علينا اولينا. وصورة الاهلي كمان مش محتاجة تجميل. لان صورة النادل اهلي بكل السلبيات اللي ممكن تشوفها في اي منظومة عمل عادية جدا هتلاقيها صورة جميلة فعلا. فبالتالي الموضوع بعيد خالص عن فكرة ان احنا بنتصيد للعيب. لكن عايزين تطبق لوعي. وعايزين نشوف اعلام يتكلم. يمكن جاتت جرأة لكابتن محمد براكات. وده شيء يشكر عليه ان هو اتكلم في النقطة دي. في الوقت اللي استبعد. استبعدة برامج كتير جدا الحديث في الخناقة دي. ومش عارفين خير. هما كانوا فقرين ان هما بياخدوا بعض الأحضان. يعني خير ان شاء الله. لكن الصدف بقى. ان الشخص الاخر اللي يتكلم. اعلاميا في القصة دي. يطلع زميل كابتن محمد براكات. بس مش. مش زميل ملاعب. زميل ملاعب ولا زميل في المدينة. زميل وقعود واتحاد كرة قدم الحياة. ولكن نسمع رأيه عشان يكون عندنا تعقيب على دكتور هابل كومي. المشكلة كلها في الصورة اللي حصلت بعد المباراة. ايه اللي حصل. والخناقة دي سببها ايه. وده الاول. اتمنى ان لا يحدث ذلك مرة اخرى. في المقام الاول الوقت دوناتنا ديين كبار. وبيضموا نجوم كبار. وجاهزين فن على المستوى سوري وباتشيكو. فليه الصورة ليه ليه ليه. خلي الصورة تطحق. خلي الصورة تطلع جميلة. دي الصورة بتطلع للعالم. ودي مباراة كبيرة. مش الزمالك اللي حضيع وقت. ودي مباراة. احنا بنستمتع بيها. انا ما بلاقي برامجز والاهل وبرامجز والزمالك. دي مباراة بقى تقمة. بننتظرها. عشان نتمتع بكرة القدم. لان الفريت اللي اتنين. انا النهاردة شايف احمد فتحي. ما شاء الله مسيك الخشب. رجع شايف احمد فتحي اللي احنا كلنا نعرف. عبدالله سعيد. واحد ما تعني بكرة القدم. ده اللي انا بقول. خدها قاعدة كده. اللي فات مع استعرضنا لدكتور اهاب الكومي. وهقول جملة. لو وصلته ربما ياخد باله ويبدأ يغير من فلسفته في الحديث عن موراة نادي الزمالك. تلقائيا دكتور اهاب الكومي بيدافع نادي الزمالك في وسط الكلام. يعني لما تشوف دخلته. ايه اللي حصل ده. فتبدأ تنتظر ها. هينطفض للمشاجرة اللي حصلت. والمشهد الكارثي اللي حصل بعد مباراة اولى. اسبوع اول. نتكلم في مباراة في الاسبوع الاول. شايفين مدرين فنيين. وشوفنا قسوريو. يعني رايح فاتح صدرو بشكل كبير جدا. شوفنا كابتن متحط عبدالهادي. شوفنا دخلت شكبال على احمد الشناوي. فحاسد بقى. لكن لقيت روح. انت بتنعم مباراة قمة. والزمالك ما بيضاعش وقت. ليه? ليه دي جات في الموضوع. لان انا محتاج ان انا وانا بتكلم عن الزمالك. حتى لو انا بحسس في الانتقاد عليه. لازم اطلع بكلمة اقولك ان انا مع الزمالك. الزمالك ما بيضاعش وقت. لا يا دكتور اهاب الزمالك ضاع وقت في المباراة. واضحة يعني واضحة للزمالكوية قبل الاهلوية. قبل اي حد. اي حد شاف المباراة. شاف محمد صبح هو بيهدر اتمن المباراة. اكتر من مرة وبيقع. وخد انزار في واحدة منهم. يبقى ازاي ما بيضاعش وقت. ده في انزار فيه كرة دخلت في الملعب لتعطيل اللاعب اصلا يا دكتور اهاب. انا مش فام. ليه الدفاع النادي الزمالك بيسبق دايما كلامك. يعني انا بقول ان انت دايما في كل مرة هتتكلم فيها عن نادي الزمالك. هتظهر ليك جملة دفاعية عن نادي الزمالك. فحابب تاخد بالك يعني خد بالك. مش حابب تاخد بالك فانرهاني قائم. انت هتدافع عن نادي الزمالك بشكل تلقائي. وبعدين امتنائل نقلة مختلفة خالص. احمد فتحي ما شاء الله. وعبد الله السعيدة الله هو اكبر عليه. ماشي يا سيدي. بس الصور دي. شي كبالا لا حول ولا قوة الا باللي حصل ده. لا ولازم تقول هنا بحسب الله انا ما الوكيل. ما هي طالما فيها ايمة بذكر. خدون كل حاجة. اسمعلا. يعني ده بيد. يا اخي مشهد. الناس عزان كدب عينين. ففين بقى الكلام الهادي الجميل. واروح لعمر احمد فتحي ومشاء الله وامسك الخشب. وتبارك الله وعبد الله السعيد. لا دكتور اهاب. انا عايش شي كبالا هو بيحوش. ايوه. ديني شي كبالا هو بيحوش. لا وهو رايح للشناوي. ايه بدء ايه بدء. لا لا بيحوش خالص. ملامح وشه بيحوش. ده محمد صبح اللي بيحوش يا كابتن براكات. كنت بقى اشيك والله. كنت قلت محمد صبح اللي بيحوش. دي جرينتا دي. دي جرينتا يعني ما ينفعش. كده شي كبالا بيحوش طبعا. دي بقى اللقطة اللي كانش. كبالا بيقول لهم فيها يا جماعة استعدوا بالليه. خلاص يا جماعة احنا. احنا. ما ننساش اللي بيننا يعني. بالزبط. وبعدين انت كدت الحارس بتاعنا شناوي. لا الصورة دي لسه دلوقتي. لا لسه. اه. فخلينا نرجع من المشاجرة. يعني ده دكتور اهاب الكومي. اللي بيين لنا. يعني ان احنا نقول لكابتن براكات. لا ده قطر الف خيرك. يعني كابتن البركات قال شي كبالا بيحوش. لكن قال لا بد من عقوبة. دكتور اهاب الكومي قال لا جماعة دي مبارات بنستمتع بيها. واحمد فتحي. ما شاء الله عليه. وعبدالله سعيد. تبارك الله. بس عسامة. الوضع يا جماعة. حقول لكم اخترته فين. حنقول العقوبات. عشان تربطوا اللي تقال. وانا لو الكلام ده. طلع. وعلى العقوبات حصل عكسه. كنت بقيت متطم. انما انا دلوقتي اقول لك. ليه انا افتكر الكلام اللي تقال. واربط جملتين باللي جاي. العقوبات اللي خرجت من ربطة الاندية المحترفة. طيب. ادي العقوبات اللي تم اعلانها بلاياحة المصادقات. لا. احنا مبدئيا عندنا حاجة كده جماعة اللي خاصة. الاهلي غرامة بتاعة القيمة. عشرين الف. والمصري زيه. عشرين الف. وتبادل السباب للفريقين. عشرين الف. وبار المحمدي. خلونا بقى نروح للزمالك. اقاف عقوبات بيرامدز الاول. اقاف فليب بريز. مدرب فريق بيرامدز. المدة اربع مباريات. وغرامة عشرين الف جنيه. وطرده بسبب توجيه السباب للمنافس. وذلك لطرده بسبب توجيه. ايه والطرد. يبقى اذا كتب في تقرير حكم المباراة. يبقى هنا احنا بنتكلم في اربع مباراة. عقوبة الزمالك. اقاف علاء الدين محمد رجب. مدرب الاحمال. اربع مباراة. وتوقيع غرامة مالية. عليه وقيمة عشرين الف. وبرضه طرده بسبب سبب المنافس. يبقى تقرير. اقاف كابتن متحة عبهادي. مدرب فريق الزمالك. مباراتين. وتوقيع غرامة مالية. قيمة عشرين الف. وذلك بسبب السلوك الغير رياضي. توقيع غرامة مالية. للسباب الجماعي. واقاف محمود علاء. هنا بقى. تعال اقول لك مكمن. الخطورة فين. وتعال اقول لك اللي بيقلقني. كابتن محمد بركات. لما طلع. وقال. شيكابالا راح يحوش. ده. عند عامل حسين. وعند لجنة المسابقات. راح. في قاعدة. اتطبقت ولا لا. اه. ان شيكابالا متعقبش. ما هو ده اللي يخوفني يا جماعة. ما هو لو عضو اتحاد الكورة اللي موجود في الاعلام بيقول كلام. ولاقيت انا عقوبة شيكابالا طلع على اي اول عقوبة. لانه راجل. تكرر منه. نفس الفعل. وتكرر منه. فكرة ان هو طرف في المشدات حول عادي. كابتن بركات ده من عكس. وهو الراجل لما قال لازم عقوبات شيكابالا كان اول واحد بيتعقب ويمكن ما خدش باله. انما الراجل قال شيكابالا راح يحوش. شفنا فعلا ان عامل حسين ترجمة ان هو راح يحوش. وانا بعيدا عن اشخاص لجنة المسابقات. لأن دايما ربط الانديا هنا اصدرت الاخر. بالتالي ما هو ما هو ما هنا وهنا وهنا وفي اتحاد الكورة لجنة المسابقات. لا بس انا هنا لازم اقف عن ربط الانديا. لان انا يهمني اقف دايما عند تصرحات الناديب احمد دياب. ام. لان الناديب احمد دياب فاي تصرف للنادي الاهل. لو تتذكروا في جولة 26 من الموسم الماضي. طلع بيان من ربط الانديا ضد جمهير النادي الاهل. وتم استدراك الأمر بعد كده بمداخلة قال لا أنا أقصد كل الأندية الشعبية والجميع الشعبية الأمر المتعلق مش بالقال فقط يا فرس فكان له رد فعل ولو مداخلة ولو بيان أنا ما شفتش بيان لربطة الأندية بعد اللي حصل في أحداث مورات الزمالي قبرمت وهنا لازم يكون كلامي مع ربطة الأندية واضح ومباشر لأسباب متعلقة أنه لما حصل من جماهير النادي الأهلي بعض الهتفات الخارجة عن النص وإحنا بنرفض أي حاجة خارجة عن النص طلع النائب أحمد دياب عمل بيان وتحدث وفنط وقال من الجولة السبعة وعشرين على أي جماهيرة تبدأ تخرج بسباب يتم منع هذه الجماهيرة لنهاية الموصل فحظوا أن الجولة السبعة وعشرين كانت مباراة الزمالي والإسماعيل وكل السباب الجماعي المتبادل كان ممتلئ بالتواصل الاجتماعي ما فيش عقوبات ما فيش حاجة حصلت فأنا لازم أحط ربطة الأندية في المسئولية بشكل واضح أن القصة لابد لها من وقفة عشان أب أقول لما أقول شاء من شاء وأبى من أبى خصوصا أن المساء في أول جولة كان بيسيء للجميع وشكل المسابقة ولكن أرجع وقول النقطة التانية لأن يا جماعة ازدواجية المعايير حتدمر الكرة المصرية والله العظيم لقوا بالغ أعودوا بقى ارشقوا الناس بتهم التعصب وبالتهم اللي هي كلها مرسلة وسبكوا من الحاجة الرئيسية ازدواجية المعايير والله بقولها تاني لا تدمر الكرة المصرية لأن تعالى اربط بقى خلاص خلصنا من شكابالا راح يحوش ولجنة المسابقات ما خرجتش عقوبة في النقطة دي تعالى بقى للنقطة التانية الأستاذ ياب الكومي اللي قالك الزمالك ما بيضيعش وقت طب دي نربطها بياه فارس نربطها بالنرمي الكرات اللي كان في الملعب ما خرجش عليه عقوبة يا جماعة كده وجهات نظر والله العظيم كده ملوائح كده وجهات نظر لما خرج فكرة ان شكابالا بيحوش والزمالك ما بيضيعش وقت تترجم دي في عقوبة لجنة المسابقات اللي علاقيتها الرابطة بان لا في عقوبة على شكابالا ولا في عقوبة رامي الكرات وإضاعة الوقت يبقى كده غلط يبقى كده احنا بنقول وجهات نظر ويا جماعة وارجع واقول ما يحدث من ازدواجية للمرة الرابعة حيدمر العدالة في الكرة المصرية ان احنا نيجي نشوف حسين الشحات بس ما نشوفش باير المحمدي مع محمد هاني ليه عشان الاسماعيل يا جماعة بيهبط فما يستحملش النبار المحمدي يتوقف انما النادي الآلي نعاقب الشحات ونفكر في تغليز عقوبة لان ده حسن الشحات نيجي نشوف الناس بتخرج تتكلم على تأويل كهرباء واللفز وكل الناس وكل الاعلاميين بس نيجي هنا في وقع بتحصل لشوفنا شكابالا وشكابالا بيحوش ما يحدث من ازدواجات معيه وما يحدث في وقعة زي دونجا اللي لجنة المسابقات تنازلت عن صلاحياتها في النهاية تتدخل في الوقعة اللي شايفينها وثابت لجنة الانضباط تخرج بتصرحات لمواقع عن طريق عضاء لجنة الانضباط بالقاس بالقاس والعقوبة ما تخرجش لحد دلوقتي ودونجا يسام في المباراة ويشارك فالقصة كده جماعة مع احترامي قعد ارشق الناس بتهم التعصب والناس اللي بتدفع عن حق الاهلي دي هي المشكلة والله العظيم انت المشكلة لان احنا بنتكلم بمنطق وبوقائع ومفيش حد بيجرؤ يطلع يرد عارفين ليه؟ لان انت معندكش منطق معندكش حج واخرك تقول ان الناس دي هي اللي بتصير تعصب عشان بتنور على الحقيقة وانا بقول لجنة المسابقات يا اسامة لو مش هتخرج وتغير من عقليتها وتغير من ثقافتها انا لبقى لا بتكلم عن جدول المسابقة انا بتكلم في حاجة اهم ان انت زي ما بنشوف الدوريات وزي ما بنشوف الدوري السعودي واقع كذا لايحة كذا النص كذا القعدة كذا لو فضلنا ازدواجية المعايير ونشوف دونجة ونشوف كهرباء ونشوفش دونجة ونشوف الشحات ونشوفش باهر ونشوفش اللي حصل امبرح من شيكبالا انا بقول يا اسامة والله العظيم ده حيدمر العدلة في الكرة المصرية ومحدش هاكتنا بقى يعقوبك ومحدش بياخد قرارات في ما هو متعلق بمباراته مع الزمالك بنأكد لان الحقيقة لو دونجة اللعب الموقوف اربع مرشات ده يمكن الخطاب وصل يوم الوقفة وتقريبا عيده ونسي الخطاب الخطاب تا مزعلش النس مع الخطابات اللي بتتوف زي خطاب كده لتنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا تقريبا دونجة خطابه خد نفس النفق خد نفس النفق ولبس نفس طريقة الاخفة وما زلنا بنبحث عن عصفور ومع فارس كل ما يقول وارجع واقول افتكر على طول يعني العظيمة وانتظر عودة الابن الضال بقى انتظر عودة الخطاب الضال ده وانتظر خطاب اقاف دونجة اربع مرات وتخيلوا يا جماعة لو دونجة ده لقى في الناد الاهلي والاهل بيواجه بيرامدز ودونجة ده سجل في بيرامدز انت متخيال الامر كان يصل لفين هنتكأنا ده ده احنا هنخطب الفيفا ده احنا هنروح لحتة بعيدة قوي عن فكرة لعب موقوف بيسجل والحقيقة من زواهر الدوري بالنسباني ان لعب موقوف يسجل في حتة مهمة في الحتة اللي انت بتتكلم في العقوبة بتاعة الدونجة اللي تتخذ يعني بالاسم هو خرج هاني حتحوت وكتير جدا من الاهلميين قالوا اللي عمل مشكلة الكهرباء هي تأخر صدور العقوبة ان انت لو خرجت العقوبة وقتها كانت القصة كده يا جماعة ده عقوبة دونجة ما خرجتش يعني ما اعلنتش بعد ما كده مش مثلا بعد شهر بلا شهرين بعد كذا ده ما فيش ما بنقولك الخطب في النفس ايه الازدواجية دي يا جماعة وتاني المشهد ده والله العظيم هو اللي حيخلي وفتكره كلامي عشان حنرجع نعيده هنا ما فيش جمهور نادي حيقتنع بعقوب ليه ازدواجية 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 اي حد حتيجي تعقبني حقولك شمعنى فلان ولا حصل ومش هتعرف تقفل على القديم لان انت لحد دلوقتي بتمرس فانا بسجل ده احنا عايزين نوقف الممارسات دي عشان احنا عايزين بالفعل نوقف عن القديم خلينا اقول برضو عشان تبقى القصة كلام السلبيات انا النهاردة لما تيجي كلجنة ربطة الاندية وتبدأ ان انت ما يدخلش عليك جو التليفونات اللي حصل في بعض البرامج وتعالى ناخد بعض بالحضن على الهوى بعد ما كنا في المعركة وفي ارض الملعب لا انا عجبني جدا فكرة اقاف اللي حصلت لمتحة عبداللهي كابتن متحة عبدالهي طبعا والاقاف اللي حصل لمدرب الاحمال والاقاف اللي حصل لمساعد او مدرب فريق نادي بيرامدز لان انت شايف كويس هو وقادر تصل للصورة بس حاول تصل للصورة كاملة وما تخافش انك تروح للعيبة اللي تقدر تعملك مشكلات كربطة اندية لان ما فيش لعيب اهم من المسابقة ايا كان ايه هو اللعيب المخطئ لازم يتعاقب دي نقطة مهمة جدا كمان في نقطة انا حبيت اشير اليها ليه بعدنا عن اوسيريو اوسيريو كان طرف من اطراف المشكلة وكان فيه صور كتير جدا لأوسيريو يعني ما شاء الله فاتح سدره جدا ليه بعدنا عن فكرة اننا تحدث عن اوسيريو اللي مفيش مناسبة بيحاول يتكلم فيها ويتجيله فرصة للتقليل من كرة القرارة المصرية ايه لو بيفعلها فالمفترض الوقوف بالمرصاد لكل مخطر وده يحصل مع الاهلي قبل الزمالك قبل برامجز يحصل مع اي حد ولكن عشان نخلص من الملف القديم لابد من توضيح لما خرج من تصرحات دايما كانت بتخرج من لجان الانضباط ولجان التظلمات عبر المواقع وبيتم اعلانا بعد 3-4 ايام اين خطاب دونجا احنا كل موسم هيختفلنا خطاب كابتن بركات طلع وقال ان اي خطاب بييجي دلوقتي لاتحاد كرة القرارة المصر بيتبعت الاعضاء كلهم على واتساب النت واقع فاهمونا القصة ايه بالزبط قلنا واقفة وخلاص خلصنا جات يوم واقفة خلاص رجعنا من العيد ودخلين على العيد الصغير تاني ففين بقى خطاب دونجا ولا كده خلصت القصة ودونجا هيلعب زي ما لعب ويفضل يسجل والقصة مش موجودة لان انا اعتقد ان صعب جدا بعد ما دونجا شارك في اول مباراة وتم ايقاف كهرباء لاول مباراة الامر اصبح اوقوبة دونجا راحت في الخطاب اللي راح مع خطاب نهائي دوري ابطال افريقيا للأسف لكن هنفضل دايما مصررين على استدعاء قصة دونجا ونفضل طول الوقت نفكركم باخطاب كفدونج عايز تقول حاجة معنا بقى امور اخرى معنا امور اخرى ده امور مهمة بقى يعني عندنا يعني امور مهمة بشكل اعلام كبير جدا في فكرة التناول اللاعبين ونبدأ بقى ايه نصدر الازمات يعني احنا كنا قلنا كهربة ناسا وامام عشور جايشي للليلة الناس انتبهت قالك لو سبنا كهربة وفضلنا مع امام عشور يفضل على وطلع قلولنا ده امام عشور الوافد الجديد فقالك انفع هات كهربة تاني لا ما وصل كهربة يعني من الناس كهربة كهربة اه اللي هي سايب علامة يعني كهربة من الناس اللي سايب علامة وكهربة يعني اخبار انه هو تعاقب وتم توقيع عقوبة عليه وخرج النادي الاهلي بخبر وانا يا جماعة عايز اوضح حتة يعني لما سألت فيها الناس في النادي الاهلي قصة يا جماعة كل حاجة الناس تقول اصل انت بترده بتكبر ده وبيان النادي الاهلي لم يصدر بيان يا جماعة قصة ان فيه شأن فمدير الكرة في النادي صرح تصريح فنزل كخبر يا جماعة ده مش بيان انا مش طالع باعلم في ان انا بيان عشان خاطر كذا مدير الكرة بيسأل فيه وقعة بتقول كذا كذا فالراجل بيصرح بكذا على الموقع الرسمي فبينزل كتصميم على صفحة النادي الاهلي الرسمي فاستسهال كلمة بيان خلى الناس في كل عمر تقولك ايه اصل انت بتنزل بيانات هذا ليس بيانا صحفيا ده خبر وما يقوله هو ما تردد على مواقع التواصل الاجتماع عن توقيع غرامة ما لايه على اللعب محمود كهربا بدعوة عدم التزام كلام عاري تماما من الصحة وهو استمرار لسلسلة شعاعات كاذبة تهدف لهذا استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد وهو ما لم يحدث بإذن الله لان هناك لوائح ونظم الجميع التزم بها وانا عايز اقول حاجة يا جماعة للناس كده اللي بتتفرج على كتير من الناس اللي بتقول اخبار دي انت رحت اكلت عند واحد ومعدتك وجعتك واكتشفت ان طبيخ وبايت وحمدان ليه تروح تاكل عنده تاني يعني يا جماعة الناس اللي بتطلع على الاخبار دي ما اختبرتوش مصدقياتها في مرة واثنين وثلاثة سواء على سوشيال ميديا او يوتيوب او قنوات ما انت جربته وروحت اكلت عنده وطبيخ وبايت ووجعلك بطنك ما تاكلش عنده تاني خلاص انت عرفت ده لا تتدول ولكن النادي الالي تعامل من مدرسة مختلفة اذا الامر اصار جدل فتصريح من مدير الكرة في النادي كان هناك رد عليك انت عرفت مشكلة فارس فيه هنا في قصة لما تيجي تتكلم عن البيان والخبر ان اللي بيتكلم ناس في الميديا يعني لو الجمهور متلقي فالجمهور ممكن يكون مش لامل يختلط عليه الصحافة ما بين التفرقة ما بين الخبر والمقال او البيان لا الكصة كمان بقت تتقال من اعلاميين وتحس انهم عايزين يورطوا النادي الاهلي في كلمة بيان تعالى بقى اقول لك حد يعني كلمة اعلامي دي كلمة كبيرة يا جماعة فهو لا يبدو ان هو يعرف الخبر او البيان لان كده كده اللي بينزل ما بياخدش بي والفيديو ده كان مصار يعني تداول ناس كتيرة جدا ولكن محدش شاف الفيديو احنا حصريا اه ده الاول مرة بيعرض طبعا يعني اجتهاد فريل اعداد رضا وغمري وشادي اكيد الفيديو دايما هتشوفه في قطة احمر اللي ممكن صعب جدا تشوفه في حتة تانية كانت فرح علي على قناة اون تايم وطبعا يعني معاها صحفي عشان هنا برضو نبين ازاي كان فيه صحفي بيرده وبيتكلم في الام وبيقول ان الكلام ده مستسليم وكان عرض الامور بشكل مهني من الصحفي وغير مهني من مقدم البرامج اه طبعا ولازم ننوه ان القناة حزفت الفقرة يعني نتيجة طبعا ما تم ممارسته فيها من عدم مهنية واتمنى ان ده يكون بيتبعوا اجراءات مع نفس الاعلامية تعالوا نشوف قالت ايه ونعقد ولكن خلينا نسأل سؤال مهم جدا بتتوالى الازمات الخاصة بكهرباء داخل النادي الاهلي كهرباء بيستمر في انه يزعج النادي الاهلي ببعض الازمات وهقول انها بتكون خلاص الامور استقرت اللاعب ابتدى انه يركز في ارض الملعب ابتدى يقول الحمد لله اني بخرج من ازمة كبيرة خلتني ابعد عن الملعب لفترات طويلة وربنا بيكفقني وبنزل وبشتغل وبعمل نتائج اللي يدخل كهرباء في ازمات جديدة ولكن مش جديدة على كهرباء ولكن في نفس التوقيت برضو مستمرة ومتجددة ايه عدم الالتزام اللي كهرباء عملوا ولو معك كواليس برضو يريد تقول طيب خلينا برضو نتكلم في الموضوع بالاطار الرسمي اللي حصل اولا النادي الاهلي اصدر بيان نفى فيه تماما كل الكلام اللي تقال انه فيه ده البيان الرسمي اللي فعلا اصدره النادي الاهلي بالضبط النادي نفسه نفى لو فيه جانب من الحقيقة على الاقل كان النادي هيلتزم الصمت ومش هيطلع اي بيان ينفي فيه او يأكد فيه الموضوع يعني ما فيش كواليس للحدود اخساره يعني انت يا جماعة متخيلين اللي وصلنا له اعلاميا والله العظيم دي من اكبر السقطات المحنية اللي شوفتها في حياتي هي بتعلق اولا بتقول كهرباء يزعج النادي الاهلي والله ما حد بيزعجنا غير يعني انت اللي ازعجتين كهرباء لازعجنا ولا حاجة لان انت بتقولي حاجة جملة غريبة جدا ايه اللي بيدخل كهرباء في الازمات اللي زادي انت كهرباء برضو ما دخلش في ازمة ولا حاجة لا كهرباء ازعجنا ولا دخل في ازمة انت اللي دخلتي في ازمة وانت اللي ازعجتينها بخبر كاذب خبر كاذب يعني انت عارف ان في حاجة كده اسمها ازعج السلطات ان انت تزعج حد بشيء كاذب او ده نموذج لازعج الناس مهنية فالراجل بيرد عليها الاستاذ حسام زايد للامانة بكل مهنية قالها هناك بيان رسمي من النادي الاهلي فتخال تقول له ايه اه يعني فيه بيان رسمي من النادي الاهلي مفيش كواليس هي عايزة عقب على كلامها مش كلام النادي الاهلي عايزة عقب على اخبارها هذه الفقرة هذه الفقرة وللامانة بكرر ان تم حسفها وتم التعامل طبعا لان هي تفتقد المهنية هذه الفقرة ولكن نتمنى يكون فيه اجراء تجاهها لان ما حدث يخالف كل يعني بديهيات الاعلام وهو تكرر منها كتير جدا خصوصا أن هي لها خلفية إعلامية جاءت على خلفية وجودها في قنافة قوية لنادي الزمالك فأجماعة ما ينفعش تخدم على أجندة الزمالك في إعلام محايد ومفترض ننتظر منه المهنية على الشاشة ده طبعا كلام مهم جدا ولكن أنا عايز أقول هي ربما كانت محتاج لصحفي أمامها يقول لها شوية كواليس لأنها قالت أنا شفت البيان ودي الكارثة أن أنت شفت البيان أو الخبر الصادر من النادي الآلي هو تردد برضو بيان في الحلقة لكن هو خبر صادر من النادي الآلي من مدير الكرة ودي كارثة حقيقة لكن أنا أخدها بشكل كومدي شوية لأنها ظاهر كده أنها لسه وقع في حسة العلوم لأنها بتوصف كهرباء بأزماته أنها مستمرة ومتجددة كانت بتوصف الطاقة أو الطاقة المستمرة كهرباء الحقيقة كمان في نقطة مهمة لما طلع خبر تم تدوله بشكل سلبي كان فيه لعب في نادي الزمالك موجود مع كهرباء وتقال كده ليس تبعدنا لعب نادي الزمالك بالراجب مننا بقى لو عايزين نتكلم في أزمات هنروح لتصرحات أسوريو عن الشيشة هنروح لتصرحات أسوريو عن الصهر هنروح كمان لفكرة أن اللاعب ده كان رئيسنا دي بيتهمه بتناول مخدر فالقصة يا جماعة هي انتقاء لأزمات كهرباء ويمكن ده بيذكرني بفيديو الكابتن محمود القطيب مع الكابتن أحمد شبير في قناة On Time لما كلمه بوضوح وقال له إن أنا قايم من النوم مبسوط إن أنا بطل دوري أبطال أفريقيا وألاقي برنامج صباحي ما بيقولش مبروك بيتكلم عن أزمة القايمة والقيد ومشكلة كهرباء مع بيت سموسيماني للأسف برغم تنويه الكابتن محمود الخطيب مش بقى الطيار اللي مستمر ولا كهرباء اللي مستمر الأزمات والإزعاج وعدم المهنية والتعصب للون التشيرت اللي أنا بنتمي ليه انتقل على شاشة كلنا بنكون لها كل تهدير واحترام وبنشكرها على حسف الفيديو ولكن بنتمنى اتخاذ موقف راضع مع هذه الإعلامية حتى لا يتقرر مثل هذا الأمر أشارنا مرة واثنين وثلاثة وللأمانة بنتجاهل هذه الإعلامية مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لأن شاشة قناة النادي الأهلي بتكبر أي حد نشوفكم دايما والأهلي منتصرا الأهلي فوق البلد